نهاردة حسام حسن وقع عقود تدريبه لمنتخم مصر ومعه إعلان الجهاز الفني بالكامل مهمة سقيلة تحملها النهاردة بشكل رسمي حسام حسن وجهازه الفني بالكامل مهمة مليانة طموحات وأمال وأكيد تعديلات كثيرة علشان نرجع تاني في صدارة منتخبات القارة كأس أفراكي 2025 والوصول للمنديال منديال 2026 أهدافه الأهم مع أكيد نزول بمعدل أعمار المنتخب لرسم مستقبل كبير لمنتخبنا إن شاء الله نتمنى لحسام حسن التوفيق وزي ما كان لاعب تاريخي المنتخب مصر إن شاء الله يكون مدرب تاريخي للفرع نتمنى لحسن التوفيق بقية الكابتن حسام حسن أول مبارح كنت بتساءل ليه ما فيش عقد ليه ما فيش توقيع عقد ليه ما فيش حاجة رسمية كابتن حسن حسن مدير فني وأنا وغير استغرابنا ده مدرب لمنتخب مصر يوقع عقود بالمناسبة أنا أول مرة في حياتي في حياتي اللي شفت فيها كورة يعني شفت مدرب مصر نزدله صغر وبيوقع عقود دايما كان المدرب المصر دي بيه يمسك منتخب مصر كان بيبقى إيه اللي هو يا عم انت مننا وعلينا ما فيش بين الحبايب عقود فاللي هو عادي ده غلط الأول كان غلط بس لتعامل النهار ده صح عقد وأتمنى وأتمنى وطبع انتحد الكورة كالعادة يعني ميحبش دينا المعلومة كاملة كالعادة أتمنى يكون فيه أهداف واضحة يكون فيه كلام في العقد واضح انت عندك هدف انك مثلا مثلا توصل نهاية كأس الأورم الأفريقية 2025 انك توصل كأس العالم وتسعى من الدول الأول دي تكون أهداف مكتوبة في العقد بغض النظر هي بالمناسبة يعني إيه يعني ممكن انت كالتحاد كورة أهدافك مع المدير الفني الجديد انك تعمل لي منتخب جديد تنزل بمعدل عمر 3-4 سنين أنا مش مش تستني منك كاس الأورم الأفريقية ولا مش تستني منك كاس الأورم الأفريقية طبعا ده كلام ما ينفعش يحصل بس بقول مثلا بس تبقى أهداف واضحة تبقى أهداف واضحة للمدرب ومهم جدا تبقى أهداف واضحة دينا احنا كمان يعني مثلا أنا هاجي ليه ألوم على الكابتن حسام حسن أنه ما كسبش كاس الأورم الأفريقية 2025 لو مش موجود في الأهداف في العقد أنه لازم تكسب كاس الأورم الأفريقية 25 ليه ألومه؟ إذا كان أنا أصلا رايح البطولة دي ومش عامل حسابة لنا نكسبها زي ما حصل مع فيتوريا مع فيتوريا العقد بتاعه ما كانش مكتوب فيه أنه لازم يكسب كاس الأورم الأفريقية فالراجل خلص الكاس الأورم الأفريقية ما تلع من دور الستاشر وهنومي الراجل إزاي وأنا أصلا الأهداف دي مش مكتوبة لي في العقد لكن الهدف اللي مكتوب لي في العقد بتاعي أنه أنا هو سكس العالم وإحنا لسه شغالين فمهم جدا يكون فيه أهداف وأرجوكم يعني أرجوكم يعني بطلب من اتحاد الكورة والله العظيم مش عيب أنك تعرفني أنا أنا الجمهور جمهور مصر إحنا يعني عرفني الأهداف إيه؟ عشان يعني نتعامل معاك على أساسها ببساطة يعني بس يعني خطوة عظيمة أن احنا يبقى في المدرب المصر بيمدي عقد هو جهازه المعاون النهاردة تم الإعلام بقى بشكل كامل عن تشكيل الجهاز الفني المنتخب مصر كان لسه فيه بعض النواقص يعني كابتن حسان محسن مدير فني كابتن بريم حسن مدير منتخب كابتن طارق سليمان مدرب عام وانضم ليهم الكابتن محمد عبد الواحد مدرب مساعد على فاكرة قادير جدا كابتن سعفان الصغير مدرب حراس مرمى وكمان توريني البقى الجهاز عشان توبتك روماندي البرازيلي مانويل برونوفو مدرب أحمال عشان كان فيه برضو ناس كثيرة قوي بتقول إنه كابتن حسان محسن مش هبقى معاه مدرب أحمال وليد بدر مدير إداري وتمر استقراء على الجهازين الطبي والإداري وعرفت كمان إن محمود سليم مكمل كمحلل للأداء محمود سليم كان مع فيتوريا وكان قابلها مع كيروش والآن مكمل مع كابتن حسان حسن وأيضا الزميل العزيز محمد مراد منصق علامي للمنتخب أيضا مستمر في منصبه أيضا من الكفايات الكبيرة والمهمة ده تشكيل الجهاز الفني لمنتخبنا الوطن اللي إن شاء الله نتمنى له يا رب كل التوفيق يا رب كل التوفيق هل لكم معلومة كمان وبعد كده هقول لكم رأيي كمان حابب أقوله الرواتب بتاعت الجهاز الفني المنتخب مصر الأول رواتب لطيفة طبعا بالمقارنة بألافات الدولارات اللي كانت تدفع من قبل يعني حسام حسن هياخد مليون جنيه شهريا إبراهيم حسن هياخد 750 ألف جنيه شهريا طريق سليمان 175 ألف جنيه محمد عبد الواحد 60 ألف جنيه وسعفان صغير 100 ألف جنيه وليد بدأ ياخد 70 ألف جنيه دي الرواتب بتاعت الجهاز الفني ليه منتخبنا الوطني الوطني ماشي كابتن حسام وكابتن إبراهيم رفضوا قبل ما إعلان الجهاز ده كل الترشحات اللي وضعت تحدي الكرة المنصب المدرب المساعد كان فيه أسماء زي كابتن طريق السيد زي كابتن عبدالسطار صبري زي كابتن سيد معوض زي كابتن محمد شوقي كابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن تمسكوا إنه هم اللي يختاروا المدرب المساعد ورفضوا كمان بالمناسبة كابتن حسن مصطفى اللي كان يشتغل معهم في أكتر من فريق واختاروا الكابتن محمد عبدالواحد كابتن محمد عبدالواحد خبرات ممتازة جدا في هذا المنصب تحديدا وأتصور إنه اختيار جيد جيد جدا كمان إن شاء الله يبقى ضمن الجهاز اللي بإذن الله يودينا فأبعد نقطة فيه القارة الأفريقية أيضا تم الاستقرار من اتحاد الكرة بشكل نهاية على استمرار الكابتن أحمد الكاس مديرا فنية لمنتخب الناشئين موليد 2008 وعدم تصعيده لجهاز الفني لمنتخب مصر الأول كان فيه كلام إن الكابتن أحمد الكاس هيتصعد للمنتخب الأول والكابتن محمد يوسف هيمسك مكانه منتخب 2000 وتولي لكن الكابتن محمد يوسف هينضم للجنة لجنة فنية بالتحاد الكرة تحت قياد الكابتن علاء النبيل ومنصب يعني مش عارف يعني بس تمام يعني الكابتن محمد يوسف يستحق منصب بعد ما تم تعيين ومدرب عامل منتخب مصر والحكاية اللي انتوا عارفين هذه كلها فهيستحق أكيد منصب حاليا في الاتحاد المصري لكرة القدم عايز بقى أقول رأيها في القصة حسام حسن وابراهيم حسن بدري بدري عايز أقولها بدري بدري ليه بدري بدري عشان أنا قاري من بدري أنا جاي من بعيد جاي من بعيد قوي عشت الحاجات دي مع المدربين المصريين تحديدا اللي بيمسكوا منتخب مصر كابتن حسام حسن لو اختار لعيبة أكتر من الأهلي ما اختارش لعيبة أكتر من الزمالك فده مش معناه إنه عشان كان بيلعب في الأهلي وإن انتمون النادي الأهلي لو اختار لعيبة من الزمالك أكتر من اللعيبة اللي في الأهلي فده مش معناه إنه ساب الأهلي وراح الزمالك فبيحب الزمالك أكتر من الأهلي كابتن حسام حسن ما خدش بعض اللعيبة اللي احنا نتصور إنه هم نجوم وأسماء كبيرة مش علشان بيكره النجوم وعايز بيهو النجم الأوحد شوف أنا بقول لك كل الحاجات اللي هتتقال ورهنك من دلوقتي إنها هتتقال تمام؟ بس بقدر بقدر عشان أقول لك أقول لك المفهود نفكر فيها إزاي كابتن حسام حسن بتعامل وحش مع اللعيبة كابتن حسام حسن بيعمل مشاكل في قط اللبس كابتن حسام حسن متخاني مع الجهاز المعاون كابتن حسام حسن بيصطدم باتحادك كله هتسمعوا الكلام ده كتير قاوش طيب بص بقى حلم من أهم أحلام ودي حاجة معلنة للكابتن حسن حسن وكابتن الوقت حسن إن هم يمسكوا منتخم مصر فهم دلوقتي بيحاولوا يحققوا الحلم ده ينجحوا بقى ها تولى المهمة بس هم هم مش عايز تولى المنتخم عشان يبقى اسمه نضرب منتخم مصر بس قبل كده ده وعايز حقق نجح حاد ومش برضو مش بقول لك حاجة أنت ما تعرفهاش إن الكابتن حسن حسن وكابتن بقيم حسن دول لو نزلوا يلعبوا في الشارع دلوقتي بيبقوا عايزين يكسبوا فهم يعني دي طبيعة بشرية هو لازم يكسب هو شايف إنه لازم أكسب ما فيش بين البنين دي وبناء عليه ما فيش حاجة اسمها أبدا إنه مش هيبص المصلحته يعني إيه مصلحتي مصلحتي لو لعيب الأهلي ده كويس هو اللي هاخده لو لعيب الزمالي ده الكويس هو اللي هاخده لو لعيب الإسماعيل لو لعيب المصر لو لعيب براميز هو اللي هاخده عشان هنجح حتى لو ما بحبوش ما فيش حاجة اسمها أصل حسن حسن هيطفش محمد صلاح ولا مش هياخد محمد صلاح المنتخب أنا معي واحد من أفضل لعيبة في العالم حتى لو سمعت إنت حسن والله إبراهيم في التلفزيون بيحلله بلاش بلاش تحليل حتى لو إنت واصق ومتأكد إن حسن أبدا يمي بيحبوش محمد صلاح وده أكيد لأ فرضا عفوا هياخده محمد صلاح عشان هم عنده أمش أربع خمس لعيبة في المنتخب من أفضل لعيب العالم فياخده المصلحة مصلحة نجاح آه إحنا كلنا بنشتغل على حاجة كبيرة فوق اسمها مصلحة منتخب مصر بس كل واحد في شغله بيبص المصلحة أنا كمدرب المنتخب عايز أنجح أنا كلاعب المنتخب عايز أنجح ولما بنجح بنجح معايا المنظومة فبدري بدري ما نعودش بقى إيه نعمل كصص نعمل حكايات نعمل روايات وندغط بعض كلنا ونفضل نتراشق كلنا شوف والله بقولك كده بدري إيه واحنا النهاردة مبسوطين أهو راجب يوقع على أقود والدنيا إن شاء الله فيها فالخير بإذن للفترة اللي جاية فنستهدى بالله حسام حسن وابراهيم حسن جايين بظاهير جماهيري حسام وابراهيم محبوبين من كل الجماهير ودي ميزة عظيمة ما تجيش في أي مدرب وطني أي مدرب وطني هتلاقي ليه ظاهير اللي هو مثلا ظاهير الأهلي جماهير الأهلي ظاهير جماهير الزمالك لكن دول تحديدا لا هم عندهم ظاهير جماهيري جماهير مصر ليه؟ مش بس عشان هم مسكين منتخم مصر لا ده كلام الإنش اللي أنا ممكن أعود أفريدولك وقولك أدام هو مدار منتخم مصر في الطبيعي الناس كل أنا تبقى أوراة ده ما بيحصلش وإن كان ده الصح المناسبة بس ده ما بيحصلش هم ناس دي لما لعبوا في الأهلي كانوا أكتر ناس محبوبين بين لعيب النادي الأهلي بالنسبة الجماهيري النادي الأهلي نفس الأمر في نادي الزمالك نفس الأمر في النادي الإسماعي نفس الأمر في النادي المصري نفس الأمر في النادي الاتحالي بك على أنداء الجماهيرية حسام وإبراهيم عدوا عليهم كلهم وفي كل مكان هم محبوبين جدا سواء كلعبين أو كمدربين إن شاء الله تبقى الأمور جيدة الفترة اللي جاية وتتحسن أكتر بإذن الله يعني ندعم بس ونساند والدني حلوة يعني أنا عارف إن إحنا كنا زعلين جدا بس الدنيا حلوة بشكل عام في الرياضة أو في كرة القدم المصرية فيها حاجات كويسة على أقل اللي إحنا لما منغلط ما منوقفش في مكاننا بنحاول ناخد خطوات إيجابية ولو بطيئة بس بناخد خطوات إيجابية واحدة من الحاجات اللي كل يوم هفضل أتكلم عنها وهفضل أشيط بيها وهفضل يعني إيه أفرد لها مساحة كبيرة عشان دايما مظلوبين بصراحة في مصر في كرة القدم المصرية أكتر ناس مظلومين في كرة القدم المصرية هم الحكام دايما مظلوبين ناس دايما بتشتغل تحت الضغط ناس دايما بتتهاجم عمال على بطال ناس أحيانا تزلم في مباريات أو في إدارة مباريات إن هما ما ياخدوهاش عشان مين ضاغط ونادي إيه اللي ضاغط ناس طبعا 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 على مدار التاريخ يعني على مدار تاريخ رؤية الكرة دايما الحكام تسمع عن مستحقاتهم المتأخرة يقول لك بقى لهم سنا ما بياخدوش فلوس فالناس دي بتشتغل تحت كل هذه الضغوط ودائما تؤدي بشكل جيد وتحديدا في المحافل الدولية هما طبعا بيقدوا هنا كويس كمان بس عشان لأمور جماهيرية ما بنقدرش دا كويس لكن هما برا لما بيطلعوا بنفرح بيهم عشان بيبقوا فخرت بلدنا وفخر رياضة بلدنا وكرة القدم المصرية واحد من الأسماء اللي أبدعت في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وظهر بشكل رائع جدا واحد ضمن مجموعة شرفتنا في كأس الأمم الأفريقية هو الكابتن الكبير كابتن أمين عمر الحكم الدولي يا كابتن أمين مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معايا وبهنيك على المستوى العظيم في كأس الأمم الأفريقية السلام الخير يا كابتن كريم ومتشكل جدا طبعا المقدمة الجميلة دي والحمد لله على توفيق ربنا لنا الحمد لله الأداء كان رائع ومجدبش عليك يعني هكون أمين معاك فوق كمان كل التوقعات يعني الناس انتوا انتوا رايحين طب هوا مين من الحكام اللي مش هزهر بشكل كويس حكام المصريين مين من الحكام المصريين أصلا هوا ما تجاهزوش كويس فكنا قلقانين المستوى بتاع المنتخب ما كانش أفضل شيء كنا قلقانين كبان على حكامنا بس انتوا كنتوا الصورة المضيئة لنا في هذه البطولة والله كابتن احنا ده مجهود تعب سنين وكنا مركزين ومعدين نفسين احنا بشكل فردي كويس جدا كل واحد داخل البطولة وعنده أهداف يجب يحققها ويشتغل عليها أنا واحد من الناس عندي هدف اللي أنا أظهر بشكل محترم جدا في البطولة أنا من ضمن عشرين حكم محترف لازم أن أحافظ على المكانة بتاعتي في معسكر الحكام المرشحين لكاس العالم فأنا عندك دوافع كتير جدا أنت بتشتغل عليها صحيح بغض النظر بقى عن اللي بيحصل في مصر لأ أنت مركز وعندك هدف اللي أنت بتشتغل عليها عشان ربنا يكرمك وتوصل له إن شاء الله طيب بغض النظر عن اللي بيحصل في مصر في جملة أنت أكيد سمعتها كتير والناس حتى على السوشال ميديا وحتى في الإعلام بيتكلموا عنها يقول لك ما هو بيظهروا بشكل عظيم هو في البطولات القرية والدولية هما ليه هنا في الدولة المصر يبقاش بنفس المستوى ردك إيه على الكلام ده الله الحكم في مصر هو الحكم بره مصر بس المشكلة اللي كل واحد بيبص من منظور مصلحته الشخصية الجمهور بتبص لمصلحتها بس لو أنت حسبت حاجة للفريق ده آه لا ده بيلعب ضد الفريق ده لو أنت حسبت على الفريق ده حاجة آه ده عشان خاطر الفريق ده أصله بيختم الجمهور أصله بيختم الكلام ده ما بيحصلش أنت لما الجمهور المصري اتفرج على التحكيم المصري بعين المحايدة أول واحد شكر في الحكم المصري هو الجمهور صح ليه؟ لأن شال انتماءه خالص وبص اللي الحكم ده ابن بلده بيحكم بحالات تحكمية تمام؟ صحيح فإداله حقه ببساطة شديدة طيب كابتر أمير أمتى كابتر أمير عرفت بخبر توليك المباراة اللي افتتحي أنت والطاقم المصري وإزاي الخبر ده يعني تلقيته إزاي هو طبعا الحمد لله قبل الافتتاح بيومين اللجنة بتجهز أكتر من طاقم تحكيم عشان خاطر هو اللي يدير المباراة الافتتاحية فكان في حوالي ثلاثة احنا طبعا كل يوم في البرنامج بيعام فيه روتيشن مين بيلعب ملعب فيه الناس عندها فتنس فانت اتحطيت انت والطاقم معاك بشكل غير مباشر اللي انت هتلعب زي ميني ماتش صغير كده تجهيز يشوفوا ميني الأكتر جاهزية أكتر تركيز أكتر انسجام أكتر تفاهم فالحمد لله الحمد لله في الثلاثة أيام اللي قبل مباراة الافتتاح الطاقم المصري قده بشكل كويس جدا لفت الأنظار للناس خلت حتى الحكام هم اللي قالوا اللي الطاقم المصري هو الأحق اللي هو يلعب بمباراة الافتتاح الله فالحمد لله الحمد لله يعني ده كان قرم ربنا وتوفيقه علينا اللي ربنا قرمنا وقدرنا نقدم مباراة الافتتاح بشكل كويس جدا ردود الأفعال بقى بعد المباراة سواء من الكاف من لاجنة الحكام الناس أقول لكم إيه بعد المباراة والحمد لله أول رد فعلي كان من رئيس الاتحاد الأفريقي نزل هنانة بعد الماتش هاي في غرفة اللبس وقال لنا أنا فخور بيكم الله فدي حاجة كانت طبعا كويسة جدا وبساطتنا وأول ما روحنا للمعذكر طبعا بتاع الفندق عشان لجنة الحكام أول كلمة رأيت لجنة الحكام ومدير التطوير في اللجنة قال لنا الطاقم المصري أحرج بيت الحكام أنا مش هتنازل عن المستوى ده أنا عايز مستوى يا زيه يا أحسن منه فده كانت سبب الحمد لله الحمد لله ظهور الحكام كلها بشكل جيد لأن مباراة الافتتاح ده هي عنوان البطولة صح صح وفعلا عنوان البطولة مستوى تحكيم بشكل كويس للناس كلها والمنتخبات كلها اللي فيه تحكيم محترم صحيح صحيح هل فعلا كابتن محمد صلاح تواصل معك بعد هذه المباراة؟ مباشرة احنا طبعا المباراة اللي فيتتاح كان فيه حوالي سبعين ألف متفرج طريقا زحمة جدا فجأت الكابتن صلاح بيكلمنا على التليفون وشقرنا واحد واحد يعني وهننا كلنا يعني هل قال لك ايه كابتن محمد صلاح؟ يعني قال لك كلمك لا قال لشرفتنا وإحنا فخورين بيك وفخورين بالتقم المصر كله وإن شاء الله تكمله على كده على طول يعني عظم جدا طيب كابتن الامين احنا أملنا أملنا كبير جدا أن احنا أبعدنا حكم مصر إن شاء الله في كارس العالم 2026 متفاقد إن شاء الله إن شاء الله باذن الله إن شاء الله إنت حاسس متطمن أو يعني عندك أمال أن يبدأ عندنا حكم باذن الله في كارس العالم 2026 أو طاكم تحكيم إن شاء الله كمان أكتر من حكم أنا إن شاء الله أنا ومحمد معروف رايحين معكر بعد عشر كيام إن شاء الله في قطر القايمة الأولية للحكام كاس العالم اتنين مصريين لأول مرة من دمن 13 حكم على مستوى أفريقيا ربنا يكرمنا اللي يروح وما بيمثلش نفسه هو بيمثل مصر وطبعا شرف لأي حكم اللي هو يمثل مصر في كاس العالم إن شاء الله الكابتن الكبير كابتن أمين عمر حكمنا الدولي أنا بشكرك شكرا جزيلا لهذه المداخلة وبهنيك مرة أخرى على المستوى العظيم في كاس الأمم الأفريقية واحد أيضا من الأسماء بقى الكبيرة في التحكيم المصري أداء كبير في كاس الأمم الأفريقية قبلها أداء رائع في كاس العالم اسمي دايما يشرف التحكيم المصري بشكل كبير جدا هو كابتن محمود أبو رجال حكم المساعد الدولي كابتن محمود مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معي كابتن كريم زي حضرتك وأنا اللي بشرف حضرتك وكل أسرة البرنامج وفرصة سعيدة جدا وبطيسة لما تكون معي يعني ببقى أكتر سعادة وأكتر سعادة كمان بمستوىك السابت يعني أنت من الحكام اللي عندهم مستوى سابت والحمد لله في كل البطولات تشرف التحكيم المصري وتشرف كرة القدم المصرية وفي كاس الأمم الأفريقية نفس الأمر أداء فرحنا كابتن محمود بصراحة وكلنا هنا كنا فخرين وكلنا كلنا هنا أول مرة يبقى فيه إجماع على التحكيم المصري من الجميع سواء إعلاميين أو جماهير المستوى اللي أنتوا قدمتوه في هذه البطولة والله الحمد لله كان توفير من ربنا سبحانه وتعالى علينا وأعيز أقولك إحنا دايما بنمركزين في البطولات دي عشان إحنا بنمثلش نفسنا بنمثل مصر ممكن ماتش الافتاح فتح لنا باب كبير وخلى الناس كلها تاخد بالها من التحكيم المصري فيضافة طبعا أن بعد كده المنتخب كانش فيه توخيق كان الناس كلها كانت مركزها مع اسم مصر في صورة التحكيم المصري فعشان كده يعني الأمور مشت بالشكل ده لكن إحنا دايما بنمركزين في البطولات الكبيرة ونحاول نطلع أقصى حاجة عندنا أنت عارف يعني الحكوم مصريين يعطبوا من أفضل حكام في أفريقيا وفي العالم إن شاء الله اللي جايب النزل في حكوم مصري وحاكوا ليسا بإذن الله في كاس العالم بمثل مصر فقم كامل إن شاء الله لو مش تقميني وفقم كامل إن شاء الله زي الدولي التانية عظيم جدا طيب كابتن محمود السؤال ده بس أقلوا لكل حكامنا اللي شرفونا في كاس العالم الأفريقية ليه تتلقوا الإشادة دائما في المباريات الكبيرة والمباريات الدولية والقرية وهنا في مصر تتعرض دائما للانتقادات في مباريات الدولية المصرية أو في كرة قدم المصرية بشكل عام لإيه الفرق؟ فيش فرق خالص والله يمكن بس إحنا طبعا هناك ما بنحكمش لأي فرقة مصرية فإنتوا دايما متوفروا شايفين التحكيم حتى لو فيه أخطاء بسيطة فالتعاطف دائما وعم حاكم مع الحاكم المصري لأن طبعا احنا بمثل مصر صح تعرف هنا الضغوط في مصر كل فرقة عايزة تكسر ودايما ممكن ميبقاش في توفيق عند الحاكم ميبقاش في توفيق عند الفرقة لكن دايما أنا شايف ان هو مفيش اختلاف للتحكيم خالص هنا أو بره حاكم بيمزل بيقدي كل اللي يقدر يأمله عشان في الآخر الحاكم بيتقيم علشان بيروح لحتة أبعد من ما هو موجود فيها عايز يتقدم في المستوىات أبعد وبالتالي هو دايما بيبقى عايز ينجح صحيح إذا حصل حطأ بيبقى حطأ ده تبقى حاجة يعني تقديرية ما تبقى غير مقصودة طبعا حاجة تانية عمره يبقى عايز ينجح أي شيء حاجة ينزل ملع عمره عايز ينجح فأنا شايف ان التحكيم في إفريقيا أو التحكيم خارج مصر يمكن بس عشان الناس بتبقى بتشجع الحاكم المصري برا فكله شايف ان هو عايز الحاكم يظهر في أفضل مكانه صحيح كابتن الكبير كابتن محمود أبورجال حكمنا المساعد الدولي أنا مشكولك شكرا جزيه على هذه المداخلة حكم آخر واحد من الأسماء الموهوبة المبدعة اللي دايما تلاقيه في كل الأحداث الأفريقية والدولية مشرف جدا لكرة القدم المصرية ضمن أسماء كثيرة من الحكام المصريين مشرفين لكرة القدم المصرية هو الكابتن الكبير كابتن أحمد حسام طهى حكمنا المساعد الدولي يا كابتن أحمد مشرف ومنور بهنيك على المستوى العظيم في كاسرون الأفريقية حبيبك كابتن كريم بشكر حضرتك على المقدمة الجميلة دي أقل من حقك ويعني كلام كبير بشكرك جدا عليه بجد أقل من حقك وانت بقيت اسم جماهيلي يعني الناس كلها كل جمهور كرة القدم المصرية عارفين كابتن أحمد حسام طهى والأداء والمشاركات الدولية والأفريقية معتادة خلاص بقيت حاجة عادية جدا بس أداءك كمان كان كبير في كاس الأمم الأفريقية كالمعتاد يعني أنت وكل زملائك الحكام المصريين صورة عظيمة قدمتها لكرة القدم المصرية في هذه البطولة كابتن أحمد الحمد لله كابتن كريم أنا يعني بجد أن النسخة دي بالذات هي نسخة استثنائية للتحكيم المصري يعني مزايا كثيرة للتحكيم حققها سواء على عدد المباريات أو درجة صعوبتها التحكيم المصري بالكامل أنا أرى أنه حاجة تاريخية يعني التحكيم المصري بالكامل يحاكم مباراة الافتتاح كان عندنا طبعا الأسماء الكبيرة جدا اللي حكمت في افتتاح كاس الأمم بس كنت هتلاقي حكم بس هو اللي بيدير ومعاه مساعدين مش من نفس البلد سواء أنها البداية تكون بطاق التحكيم مصري علشان تكون رسالة التحكيم في بداية البطولة القرية الأكبر صحيح ده شيء جميل جدا لماذا هذا التأدير مننا يعني كلنا بنقدر جدا ما تقدموه في الخارج في كل المباراة الدولية ولما بنيجي نلعب هنا في الدولة المصري دايما نتحدث عن قوالة الحكام واصل الحكام مش مركزين واصل الحكام مستواهم واصل الحكام مش موهلين ونيجي بعدها بيومين نلاقيكم أحسن وأفضل الأحداث الرياضية في العالم الفرق اللي بيحصل من وجهة نظرك الفرق ان انا شايف ان هو نفس الحكم ونفس المشاهد هو نفس الأداء يعني لانه لو مش حكم كويس هو بالتالي مش هيقدر يقود مباريات كبيرة خارج مصر ولكن انا اقوله حراتك على حاجة التحكيم المصري انا اتكلم عن عشرين تلاتة عشرين احنا كنا متواجدين في الدورة الليبي دوري التونسي دوري الأردني الدور البحريني البنة البطول العربية وديربي الرياض اللي قدروا حكام مصريين لو هنتكلم عن البطولات ده كان دوريات اللي هي العربية صح لو هنتكلم عن مشاركات مع الفيفا هتلاقي ان كان عندنا مشاركة في كاس عالم للشباب في أرجنتين كان معروف وعمر شناوي وانا بخضل الله كنت موجود في اندر سيفنتين اللي واضحة سبعتاشر في اندونيسيا وهو ابو الرجال كان موجود في كاس العالم قطر اللي قبليه على طول عشور كان في أولمبياد كل ده يؤكد الكواليتي بتاع التحكيم المصري بس حضرتك لما بتيجي هنا بقى أرجع لسويلك انا بس حضرت ان انا اواضح لا واهضف لك واهضف لك كمانا عشان انت بس ما قلتهاش وبطبيعة الحال كل البطولات الافريقية يعني بالضبط انا انا اقولت حقيقي على مستوى الدوريات صحيح والعربية والدوريات الاخرى وفي نفس الوقت الفيفا طبعا الكاف الحمدلله احنا لسه رجعين من كاس الامة الافريقية وكل بطولات الكاف بانواعها هتلاقي تحكيم مصري فبالتالي حتى الدربيات الموجودة في دول الابطال صحيح تمام فبالتالي كتن كريم هنرجع بقى لسؤال حرارتك انت بتقول لي هنا الناس بتشوفك انت كنت ضد فريقهم ولا كنت مع فريقهم يعني حبهم لفريقهم هو اللي بيخليهم يقيموا الحكام فبالتالي كمان بشوف ان التحليل التحكيمي هو عامل بيؤدي الى الراجل اللي بيحل التحكيم بيقول وزاة نظره بمنتهى الامانة بس ده بيكون ضد او مع الحكام هو ما بيدورش يهو بيقول بيشوف حياله فبيقيم الحياله وبيقول رأيه فيها فهتلاقي اكيد الفريق الغير مستفد اه بس كابتن احمد فرصة انت فتحت الجزاية دي وكان معايا بالمناسبة مبالح كابتن جهاد جريشا وسألته السؤال ده بشكل واضح وضطلو الحكام دائما او حتى المسؤولين على الحكام عندهم مشكلة مع الناس اللي بتحلل تحكيم هو رأيه كان رأيه انه انا بحلل حالة زي ما بحلل يعني المدرب بيحلل للاعب مدرب بيحلل لمدرب فطبيعة الحكام بيعمل القرارات عظيمة جدا وايضا ما بيبقاش مع التوفيق في بعض القرارات وبدأ بطبيعة الحال فانا كنت بلوم يعني او بنقل لومكم على المحللين اللي بيحللوا الحالات التحكيمية فده كان الرد يعني بالضبط كبك كريم بص انا مش بلوم عليهم انا بقولوا حالتك هم بيقولوا رأيهم بمنتهى الامانة اه ولكن اه رأيهم ده اكيد هيبقى مع او ضد القرار صحيح فالما حكد تكون بتكلم في مطشي جماهيري طرفه اهلي او زمالك او اسماعيل الاتحاد وهكذا مصري فاكيد لو الحالة دي مش هي كانت ضد فرقتهم والمحلل المحلل قال كده اكيد ده هيبقى ضد الحكام بس السؤال بقى هل كل المحللين بيبقى عندهم الابديتس بتاعة الجديد في عالم التحكيم كل يوم فيه جديد في التحكيم القانون بيتغير في السنة يعني المفروض ان هو بيتغير كل سنة ولكن احنا دلوقتي بيشوف تعديلات دائمة واستفسارات جديدة وتفسيرات جديدة من الايفاب فهل كل كلام ده لا انا زال انا بشوفه باقي فيه ناس متطورة جدا وامتابعة وفيه ناس خمسين خمسين وفيه ناس بيعتمد على علمه اللي هو عرفه اللي هو خبراته من وجهة نظره ولكن انت كمان ملكش انك تطلع تقول انا ليه خدت القرار ده انت كمان ممنوع انك تعمل ده فلازم اللي بيحلل حالاتكم او الحالات التحكمية يكون عنده الابديتز كلها اللي هي بتاعة التعديلات فيها التحكم فده نقطة في منتهى الاهمية كابتن عبد اه طبعا دي نقطة مهمة وما تقدرش ترد ولا تدافع ولا تتكلم ولا تقول رأيك حتى على البيتج الشخصية بتاعتك على صفحيتك مثلا على الفيسبوك ولا حاجة ماينفعش حتى تحل تحل الحاجة زي كده لان ده فيه تعليمات واضحة سواء من لجنة حكام اه في في مصر او في الكاف فدي حتى مهمة انا برضو من خلالك كابتن عايز اشكر عايز اشكر كابتن عزام الفتاح يعني ليه بقى كابتن عزام الفتاح هو دلوقتي الرئيس لجنة حكام في الامارات ومع ذلك هو شايفنا ابنائه اللي هو اشتغل معاهم اللي هو صعب معاهم وبعد كل مباراة تلاقيه بيكلمنا بيتطمن علينا بيكلمنا كلنا فده شيء جميل وكذلك برضو الكابتن كابتن جرال عندور كان بيحلل طبعا في القناة اللي كانت وغدا حقوق البس فبالتالي فبالتالي كان بيشيد جدا بالتحكيم المصري انا الحقيقة من المميزات اللي انا شايفها هو الالتفاف حول التحكيم المصري الحتة دي ما كنا شايفانها بقالنا كتير صح سواء اعلاميا طبعا معالي الوزير بكرة هيستقبلنا علشان يكرمنا شيء جميل ويشوف ان هو بيعلي تموح كل الحكام اللي في مصر ان هو في يوم الايام يوصل ان هو يلعب تاس امم افريقيا ويوجيد وربنا يكرموا لانه هو في اهتمام بكرة عندنا ان شاء الله السيد جمال علام هيكون برضو في استقبلنا ان شاء الله في الاتحاد المصري يعني اهتمام يعني بجد يعني عاجبنا كلنا تستحقوه بكل تأكيد كابتن الكبير كابتن احنا حسن طا حكمنا المساعد الدولي انا بشكلك شكرا جزيلا ومرة اخرى بهنيك على المستوى العظيم انت وكل زملائك في كأس الام الافريقيا طيب نروح ليه اخبارنا والنادي الاهلي بيدرس خلال الساعات اللي جاي ان شاء الله تقديم عرض لتجديد عقد علي معلول اللي بينتهى بنهاية الموسم الجاري بالجنيه وليس بالدولار النادي الاهلي بيدرس انه يقدم لعالم معلول عرض بالجنيه مش بالدولار بنفس القيمة اللي هو عايزه يعني الرقم اللي هو عايزه بالدولار هتقولك بس بالمصري يعني احنا نتكلم تقريبا في حوالي خمسين مليون جنيه مصري في الموسم هو عايز مليون ونصف المليون دولار فالاهلي بيفكر انه يعرض على علم معلول انه يديه الارقام ديت ولكن بالعملة المصرية بالجنيه المصري خلينا نشوف هاي الاهلي هياخد الخطوة دي بشكل رسمي هل علم معلول هيوافه لا هنشوف الايام اللي جاية بس ده تفكير في النادي الاهلي في الفترة دي طيب النادي الاهلي هيواجه ان شاء الله شباب له زداد الجزائر في دول عبطال افراقيا يوم الجمعة اللي جاية واعلن قائمته لهذه المواجهة اللي فيها في حراسة المرمى مصطفى شوبير وحمز علاء ومصطفى مخلوف وفي خط الدفاع محمد هاني وأكرم توفيق وعلي معلول وكريم الديبيس ومحمد عبد المنع مياسر إبراهيم ورامي ربيعة وفي الوسط عامر السولية وكريم ندفد ومران عطية وامام عشور ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر حسين الشحات وكريم فؤاد وفي الهجوم أنتوني مودست ومحمود قهربة دي قائمة النادي الاهلي لهذه المواجهة طيب موقف المصابين بقى في النادي الاهلي قبل رحلة الجزائر محمد الشناوي عنده خلع في الكتف أليو ديانج عنده كادمة قوية في الرجبة خالد عبد الفتاح عنده جزع فيه أربطة القدم أحمد نبيل كوكا جزع في الأربطة محمد ضوي كريستو شد في العضة الخلفية وسام أبو علي شد في العضة الخلفية برستاة وإجهات في العضة الخلفية محمود متولي مزء في العضلة الأمامية فرقة فرقة مصابة في النادي الاهلي فرقة كاملة تقريبا مصابة في النادي اللي رغم كده اللي موجودين جمدين جدا يسدوا يعني حسش برضو أنه فيه يعني اللي موجود مش هيشيل مكان الأساسي كلهم جمدين بصراحة اللي عنده عمق في تشكلته عمق كبير جدا وربنا يحفظ بقى اللعبين إن شاء الله يعني ويشفي هؤلاء اللعبين في أسرع وقت ممكن مارس كولر عمل جلسة مع أنتوني مودست في وجود الجهاز المعاون تكلم معاه أشهد بمستوى جدا الفترة اللي فاتت فيها المباريات الوداء والأهداف اللي سجلها وكولر قال لمودست إنه هيكون أساسي هيكون أساسي في مباراة شباب الازداد اللي جاية عايز يستغل الحالة الفنية والمعنوية الكبيرة اللي عند مودست وقال له إنه بيراهن عليه وعلى تقلقه فيها المباريات اللي جاية دعا الله عسى يطلع قماش رائل جاي في الصيف لحد يناير عنده لقطة هدف حلو هدف مهم غير كده لسه مودست ما ظهرش تصوري إنه مودست هيظهر بداية من مباراة شباب الازداد توقع يعني مجرد توقع الله أعلم خلينا نشوف النادي العالي هيسافر يوم عشرين فبراير اللي جاي عشان يسافر غانا عشان مواجهة فريق مدياما يوم تلاتة وعشرين في بطول الدوري أبطال أفراقيا الأهلي هيكون لسه راجع من الكاهرة جاي من الجزائر يوم السبت اللي جاي بعد مواجهة شباب الازداد وبعدها هيتضرب في الكاهرة ثم يسافر إلى غانا يوم السلساء الموافق عشرين فبراير اللي جاي الأهلي داخل مع معا بسرعة أوش بس غايب عندنا في الدوري خالص النادي الأهلي لابسة مباراة بس في الدوري حتى الآن فبس طبيعي عنده ارتباطات مش طبيعية سواء أفريقية علامية في كاس العالم سوبر أفريقي يعني تفاصيل كثيرة ماشي النهاردة في الدوري المصري الممتاز دوري نايل الجولة الاثناشر الجونة والمصري البورسعيدي مباراة انتهت بالتعادل إيجابي اتنين اتنين ولكنها كانت مباراة مسيرة جدا الجونة تقدم بهدفين عن طريق أحمد محمود وأحمد حسان في ديئتين واحد واربعين وتسعة واربعين كانت النتيجة اتنين صفر في الشوت الأول للجونة تصورنا الجونة هيرجع يدافع والأمور خلاص هتنتيع عند كده لكن المصري قدر عن طريق ميدو جابر يسجل هدف أول في ديئة تلاتة وخمسين وبعد كده محمد الشامي قدر يسجل هدف التعادل للمصري في الوقت القاتل تحديدا في ديئة اتنين وخمسين عشان يتعادل المصري تحب جدا على المصري أيضا النهاردة سموحها والبنك الاهلي تعدلها إجابيا واحد واحد يوقع النور صفقة البنك الاهلي الجديدة من الإسماعيلي سجل هدف التقدم لفريقه في ديئة 35 بعد كده حسام حسن تعادل لي سموحها قبل النهاية بضقائق قليلة تحديدا في ديئة خمسة وثمانين دوري راجع بإصارته دي حاجة كويسة جدا عايزين إصارة طول الوقت كل المجارات يبقى فيها إصارة طيب تعالوا نشوف تقديم نادي مودرن فيوتشر مدربه الجديد الكابتن تامر مصطفى وصفقاته الجديدة في المركاته الشتوي وتصريحات مهمة من هيسا مورابي وتامر مصطفى واللعابين عمري السيسي وعلي ياسر وكواكا وعبدالله محمد وعكده نشوف التأرير ونطلع فاصل ونرجع نستقبل يفنى الكبار كابتن أسامة عبد الكريم كابتن عمر الدسوقي خليكم معنا فريق عايز ينجح ويستمر في النجاح متاعه لازم يبعمل بلان قدامه سنتين تلاتة وأكتر فيه لعيبة بتخش في سن التلاتين طب انت بتحضر لمين لكل مركز كل مركز لازم يكون فيه لعيب قدامه سنتين تلاتة انت بتجهزه يعني مثلا انت عندك عمر وائل مين معه؟ أحمد رفعت فيه البالانس دي بنحاول نعمل البالانس دي النحاة التانية عبد الكبير مين معه؟ 2003 لسه محدش كنت أتكلم عنه لعيب كاس عالم فبنحاول نعمل في كل مركز تحضرات دي انا عدنا مع كابتن تامر انا وكابتن علامة يهوب ودينا له كل الداتة اللي هو محتاجها للفترة الجاية واعتقد الرجل نقشنا ما فيه الكفاية على مدارة الثلاث يام اللي فاتت ان هو خلاص فيهم الفرقة مين ومين في كل مركز واحنا مرت عني ازا ما بقول متفاعلين جدا بيه وهو راضي جدا بالفرقة فان شاء الله خير احنا فيه ماتش من ماتشات كان يعني سوء توفيق لكن في الاول في الاخر احيانا بيحصل ما طب عشان تصلح اللي بعد وده اللي حصل جاء جهاز جديد اه طبعا راح المنتخب لكن جاء جهاز دلوقتي جبنا الصفقات وحلص حطينا ده ورا دهرنا ومركزين في افراكيا والدوري اولا كنت بتكلم عن اللعيب مبارح في اجتماع ان احنا الماتشين الجايين بلدية محل ومعولين لاغينا عنهم عشان نرجع للمكان الطبيعي بتاعتنا اللعيبة عارفة الامكانيات الناس هنا بتاخد محدش لو حاجة كل واحد بياخد حقه فبالتالي انت كمان كلعيب لازم تدي للنادي واتكلمنا في الكلام ده مبارح واللعيبة جاهزة برضو او تلاتة لعيبة كبيرة جدا ولكن برضو البداية الموجودة الفرعة الحلوة عندنا ان حد بيغيب بيحصل حد تاني بيظهر فان شاء الله يرجع لنا بسرعة لانا محتاجينهم طبعا خلينا نقول بس له ان يعني الرجل اللي يكون في عونه جاي في وقت صعب جدا وسريع جدا ومحتاج نتائج بسرعة ولكن احنا في داره وقعدنا تكلمنا في كل حاجة البلان واحد موضوع السن واللعيبة احنا عما عدتنا اتكلمت انا هو فيه كيميا غير طبيعية فتفاعلين جدا من الصيف ان شاء الله كمان نبني على اللي احنا بنعمله دلوقتي لكن انا فيه تفاول في المنظومة كلها قعدنا ودينا له كل الداتا وحتى اللعيبة احنا بنتكلم في كل مركز هو اراضي تماما فخير ان شاء الله سعيد جدا وفخور جدا ان انا في النادي مودرن في ووتشر دكتور وليد بصراحة رجل راكي جدا ورجل مختلف جدا ورجل مدعمني بسرعة جدا وشرف كبير جدا انا حطت ايدي في ايده منظومة محترفة منظومة محترمة جدا كابتن هيسم عرابي بصراحة رجل في التفاوت كمان محترف جدا وعرف وحدوده ايه وعرف وبيعمل ايه كواس جدا كابتن العام هيوب طبعا قيمة وقامة كبيرة جدا وكان من اساطير الكرة في مصر فلعيبة محترمة ولعيبة كبيرة وان شاء الله عندنا دفع كبير جدا ان احنا نقدر نعمل حاجة كبيرة ان شاء الله النادي عظيم بالنسبة للموضوع رحيلي عن نادي امبيا والموضوع بسيط جدا وسهل جدا الموضوع مش موضوع لا زياد ولا نادي الزمالك خالص خالص يعني الموضوع ببساطة جدا ان انت النهاردة مدير فني مسؤول عن تيم اي لعيب لازم يتحرك من نادي فالمفروض ان انا اعرف بغض النظر بقى عن اسمه زياد اسمه محمد اسمه مش عارف ايه الموضوع مش كده خالص حتى لعيب اساسي او لعيب احتياطي برضو الموضوع مش كده خالص الموضوع كله ان اي لعيب عشان يتحرك لازم اعرف وممكن ارفض ومن حق ان انا ارفض لكن برضو الكرار في الحتة دي بالذات الكرار ببكرار ادارة مش كرار فني لان دايما طول الوقت الادارة طبعا هي اللي شايفة لكن لازم تبقى مشاركاني في المسئولية ولازم تبقى عارفة بالظبط ايه اللي ليها و ايه اللي عليها لان انا بالنسبة لي الموضوع التعزيات بالذات في النجوزية دي ان ان عشان تحركوا انا هاعود معاك واقول لك والله انا محتاجوا او مش محتاجوا لو محتاجوا وانت مصومم على بيعوا وخلاص مش هقدر اتكلم مش هقدر اقول حاجة يعني لكن الموضوع ان هو يمشي من غير معرف دي كانت صعبة جدا علي فعشان كده قدمت عز الزار وبتمننهم كل التوفيق ونادي عشت فيه موسم رائع جدا وعشت فيه سنة كاملة بصورة جيدة جدا وعملنا بصراحة طفرة كبيرة جدا ك Listand silic MB وان شاء الله نعمل احسن من weakness في موض就到에서는 لسه منقول دلوقتي ان الادارة اساس كل حاجة لان نهارد الادارة مهمة جدا ان انت بتعامل مع ادارة محترفة وامحترمة جدا فمهم جدا ان my consider عن طموح الادارة 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 جايبان عشان نقدر عنها نعمل حاجة كويسة جهو النادي ينس ماساعدين بصورة كبيرة جدا طموحنا لغاية السماء نفسنا نخود كل حاجة لكن طبعاً هنحاول في الممكن وإن شاء الله بإذن الله نقدر نعمل حاجة كبيرة ونقدر نعمل حاجة الناس اللي هنا تستاهلها واللعيبة اللي هنا تستحقها بصه طبعاً الوقت الصفقات خلص خلاص فمن�1 نتكلم في مدروه الصفقات لكِن نتكلم ببساطة بس عندنا لعبة كبيرة عندنا لعبة محترمة حتى الولادة اللي جايين لعبة كبيرة جداً ولعبة محترمة جداً محتاجين بس شواء وقت وإن شاء الله مع مروره أتيبوا حاجة كبيرة إن شاء الله طبعاً حبيب أشكر الزمالك والجمهور طبعاً والفترة مش طويلة بس يعني إن شاء الله الفترة الجامعة فيوتشر إن شاء الله نعمل حاجة كويسة إن شاء الله طبعاً عندنا أفريقيا وبعد كده في الدوري الدوري لسه بدري إن شاء الله أحسن حاجة فيه وبعد كده إحنا مركزين في أفريقيا الفترة دي إن شاء الله الفترة الجاية هدوس فيها مع كوتين تاميرو إن شاء الله طبعا لعبات كبيرة جدا صغيرة أو اللي كانت موجودة أو اللي جاءت السانة دي فطبعا الإدارة ورفا معنا طبعا بتدعمنا في كل حاجة فإن شاء الله أحسن حاجة السانة دي وله هو مش هيأثر يعني هو طبعا التوقف اللي حصل ده ده كويس إن حصل فيه تغييرات فمش معنا يعني هو قد تكافي مع كابتين تامير بس إن شاء الله نعمل أحسن حاجة معنا الحمد لله يعني شرف لأي حد أنه جاي من منظومة كبيرة زي من منظومة نادي الزمالك وأنا جاي من نادي كبير على نادي كبير الحمد لله فكل التركيز طبعا في الأيام الجاي اللي أنا ضيف للنادي والنادي اللي ضيف لأنا اللي ضيف للنادي إن شاء الله وبنبص على البطولات الجاي إن شاء الله إحنا عندنا أفريقيا وعندنا موجهتين كويسين البلدية والمقولين فكل استعداد للمتشادي الجاي بإذن الله يعني بإذن الله قدر أشارك بإحتياطي صفقة أساسية المهمة شارك وعمل كل جهدي بإذن الله يعني أن أضيف للنادي بإذن الله طبعا أسماء كبيرة طبعا كابتن مرون وكابتن أحمد عاطف أنا كعالي باستفيد منهم في التمرين بس قلت لحضرك اللي بيحدد مين يلعب مين ملعبش ده الملعب فبإذن الله يعني مش هبخل بنقطة تعالق بإذن الله والله أنا كعالي كنت حبيب أن أطلع أخذ خبرة أكتر عايز أشارك بصفقة أساسية بره أرجع للنادي التاعة قيل بإذن الله في مركزي وحق برضو بطاط معدد زمالك يعني كل واحد بيزبط نفسه في الملعب بعدين كبتنتمر ألاف أول مرة الملعب للجميع يعني ولا لا إسم كبير ولا لعب صغير هو أنت ما تكتهد هتلاقي إن شاء الله ربنا بيديك في الملعب وتلعب إن شاء الله طبعا أول خطوة طبعا مفكر أن أنا أدي كويس في الفترة دي مع فيوتشر سنة ونص هما سنتين ونص بس إن شاء الله بعد سنة ونص يعني يكون خطوة لأن أرجع مع الأهل إن شاء الله وبعد كلا مرجع بقى إن شاء الله ربنا يعمل في الخير ربنا يعني يوفاء إن شاء الله في التجربة دي تجربة كبيرة طبعا مع نادي كبير وأنا برضو جاي من نادي كبير نازة مالك وإن شاء الله يعني نقدر نعمل حاجة ونضيف للنادي ده برضو زي من نادي عيدفل لنا إن شاء الله لا أنا أشكر طبعا الإدارة على السكر اللي قد تهلنا دي وإن شاء الله إحنا مش جايين لعبنا شيئين إحنا جايين لعبه في الستيم ولازم نريف للنادي ده زي ما هو وسك فينا وإن شاء الله نحاق حق كويس إن شاء الله ها طبعا إحنا نعمل اللي علينا وإن شاء الله ربما في لعبة كبيرة في النادي ده يعني لعبة ما شاء الله وإن شاء الله يعني نفسها تبقى صعبة شوية لأن في لعبة كبيرة قوي في النادي ده فبس هنحاول يعني إن شاء الله من الاستوديال التحليلية مباشرة إلى رقم عشرة كباتر الكبار كابتن أسامة عبد الكريم كابتن عمر الدسوقي ديوفي في رقم عشرة في هذه الفقرة كابتن أسامة مشرف ومنور ربنا خليك كريمة احنا متشرفين بيك دايما دايما وحشنا ودايما بتشرف ودايما بنستمتع بقراءك خبيبة غير حبيبنا كابتن عمر الدسوقي اللي بقاله كتير ما شوفناهوش هنا في رقم عشرة دايما وحشنا كيمو يا جميل يا محترم وحشنا كتير جدا وبمسح كابتن أسامة كابتن أسامة برضو من الشخصيات الجميلة جدا يعني بجد بجد يعني لحاجة اضافة كبيرة جدا لمجال التحليل في الفترة الاخيرة معنا حاجة يعني حاجة فوق الوصف كابتن أسامة من الشخصيات المحترمة جميل وانت يعني اكتر كمان يا ربي خليك على عملت كلكم فوق الراس يعني عايزة أبدأ معاك مباشرة باللي حصل النهاردة في مباراة المصري والإسارة اللي حصلت في المباراة المصري تأخر بأدفين في الشوت الأول وتحسن في الشوت الثاني وقدر يسجل التعادل ليه ظهر بالبداية ديت وليه تحسن في الشوت الثاني بصة كريم خلينا نتفق أن نادي المصري نادي كبير جدا يمتلك دلوقتي إدارة قوية جدا بقيادة الأستاذ كاملة بعلي يمكن أبرم صفقات قوية جدا منهم استقدام مدرب باسم كبير كابتن علي ماهر وتعاقد مع العيبة مميزة جدا من بداية الموسم ويمكن كان فيه عبء كبير جدا على كاملة بعلي في الفترة الأخيرة في الالتزامات النادي المصري وانتعرف الاندية الجمهورية بيبقى دايما كان بيبقى فيه وش كبير جدا على الناس اللي بتمشي منها وبيبقى فيها عقوبات في الفيفا وغرامات وامور طبعا القصص كاملة بعلي مشكورا طبعا يعني وفى الأمور ديت وده يعني من حظ البرسعادية ومن حظنا ان احنا عندنا كاملة بعلي أبرم صفقات صفقات من العيار السقيل قدر ان هو يجيب كابتن علي ماهر وقدر ان هو يعمل تيم مميز جدا ولكن مشكلة النادي المصري غير مفهومة أيوة يعني هي بالنسبة لي غير مفهومة كل وسائل النجاح موجودة ولكن الأداء مش على المتناول تحس ان فيه مشكلة فيه حاجة ضايع من النادي المصري النادي المصري يمكن من قندية ان احنا استبشرنا السنة دي والسنة اللي فاتت بان هو كان ياخد على الأقل كاس الرابط يبقى له وجود في السوبر المحلي وجود النادي المصري في وسط الكبار الأهلي والزمالك ده اسم يكبر حتى بطولة السوبر المصري وكلنا تعشمنا في الأمر دوت مع فرقة السنة اللي فاتت مع سيراميكا ودكتور ميمي طب انت تفسيرك انه ناقص لا ناقص كتير يعني ناقص الناحية الفنية فيه مشاكل كبيرة جدا على المستوى الفني يمكن احنا تكلمنا في الاستوديوهات وقلنا مش انتقاد في حد ولا نقصان من اي شيء احنا انا بحترم انا متأكد انت بتحترم جدا اي حد بيجي يمسك النادي المصري انا بحترم ولكن فيه امور يعني فيها بيبقى فيها سنة عدم توفيق منها اللعيبة يمكن الفرص اللي بيضعي على النادي المصري فرص كبيرة جدا مشكلة الانهاء كبيرة جدا مشكلة الدفاعية عندهم مشكلة كبيرة جدا انا من وجهة نظري انا شايف ان خطة اللعبة لا تناسب اللعيبة اللي موجودة يعني انت انت النهاردة بتطلب من اللعيب شيء معين لازم الشيء ده انت شايفه على اللعيب دوت يقدر ينفزه ويقدر من خلاله يقدر يوصل الهدف بتاعه المصري خسيده ده مروان حملي اكيد طبعا مروان كويس بس الطريقة المروان طلع بيها من النادي المصري طبعا غير مقبولة يعني خلينا وقاعين هو اخطأ خطأ كبير جدا في الجمهور واللقطة الشهيرة اللي حصل بتشين فيعتذر ويكمل هو كان لازم يعتذره على فكرة انا اقدر حوار ما بيني وما بين مروان ودي على فكرة اول مرة اقولها يعني مروان من الشخصيات المهزبة جدا والمحترمة جدا بس انا استغربت في عدم رده وعدم اعتذره للنادي المصري ففجأت برد انه هو قال لي يعني ما فيش حد وجهه لده ودي سقطة كبيرة جدا او هو على الاهل اللي خالص كان لازم يطلع يبادر بالامر ده صح فانا كان عندي حتة جاب في الامر ده انا حاجة مش مفهومة بالنسبالي لان ده لعيب كبير ولعيب منتخب وخلي بالك الموقف ده حصل في فترة كانت صعبة جدا انه هو مقدرش انه كان يلتحك بمنتخب مصر واثرت على مشواره بشكل كبير جدا فانا يمكن لما اتكلمت معاه الولد محترم وحاجة محترمة جدا يعني ما يطلعش منه حاجة زي كده بس قال لي انا غلط قلتلك كنت لازم تطلع تقول تعتزل لجمهور النادي المصري وتبادر بالامر ده حتى لو ما فيش اي توهجيهات من الجهاز الفني او الادارة انك لازم يطلع يعتذر بشكل سريع زي ما على فكرة ناس كتير قوي حصل معاها الكلام ده وناس كتيرة في الزمالك حصل معاها انه طلعت واخطأت وطلعت قالت للجمهور معلش انا ما كنتش اقصد الكلام ده وعندنا جمهور جميلة يا كريم بيستوعب الامر ده فانا شايف ان مروان يعني خطأ كبير وهو يعني كان لازم يعتذر معمالش كان لازم يعتذر معمالش واعتقد برضو انتقاله للبيرامدز ان شاء الله يعني مروان من اللعبة المميزة اللي تقدر ان شاء الله في فترة من الفترات ترجع اسمها وكيانها بشكل سريع طيب كابتل وسمى نفس السؤال اللي ناقص في المصري عشان يبقى فريق قادر يكسب بطولات قادر ينافس خاصة لطي الامكانيات المادية موجودة الادارة المستقرة موجودة الجهاز الفني الكبير موجود العناصر الجيدة موجودة اللي ناقص مصر الناد المصري طبعا بيقدر بشكل كويس جدا في النواحي الهجومية عشان بس نكون متفقين لما عنده مشكلة كبيرة ودي بتواجه اي تيم مهما بتكون عندك عناصر جيدة تخسر اي مباراة او يعني اما بيبقى الحظ معاك تطلع بالنتيجة في البلاس 90 ان انت تتعادل زي اللي حصل في نتيجة مباراة النهاردة التنظيم الدفاع للناد المصري في مشكلة كبيرة جدا عما تيجي تبص وتتفرج على الهدفين اللي جون في الناد المصري اللي اتنين من قرات سبتة من كم فرصة من ثلاث فرص عما يبقى فيه ثلاث فرص في المباراة من قرات سبتة وبعدين ييجي في الناد المصري هدفين منهم يبقى هنا فيه خلل في التنظيم الدفاعي لازم كابتن علي ماهر يقف يحسب اللعبة دي كويس هل هو بيخليهم بيشتغلوا زون ولا بيشتغلوا امان بيشتغلوا على انها اساس في الكرات السبتة تنظيمهم الدفاعي بيبقى شكله ايه لازم يعيدوا حساباتهم في النواحي الدفاعية بشكل كبير جدا الكابتن عمر اتكلم في نقطة مهمة جدا ان طريقة اللعب ممكن ما بيكونش بتناسب اللعبة وارد جدا انا مش شرط ان انا اكون بيشتغل بطريقة لعب معينة كمدرب كابتن علي ان انا افضل نصر عليها لا انا بشوف امكانيات اللعبة بتاعت ايه واقدر اوظفها بانهي شكل هي التوظيف بالشكل ده يديني طريقة اللعب اللي انا محتاجها قدرات اللعبة فما ينفعش ان انا اغامر بنادي كبير زي النادي المصري وما اقدرش ان انا نادي متوفر لكل امكانيات المتاحة ان انا عايز طول الوقت جمهور النادي المصري ما بيقبلش غير المكسب المكسب مع الاداء عنده لعبة كويسة عنده جمهور هايل وعظيم جمهور النادي المصري عنده قدرة موفرة لإمكانيات تيب انا في الاخر مستني نتيجة تكون افضل من كده لجمهير النادي المصري كابتن علي بيشتغل بشكل كويس جدا بيقدر بشكل كويس جدا بس لو رجع للحتة التنظيمية وبالاخص في التنظيم الدفاعي اللي مسببه له مشاكل كبيرة جدا في الاهداف يعني لو بصيت لمعظم مباريات النادي المصري من بداية الدوري حتى كسر رطة كل المتشاطة التي تلعبت بيخش في النادي المصري اهداف انت بتجيب اهداف بس بيخش فيك اهداف سيستم اتغير في فكر كروة القدم المنتخب او الفرقة او النادي اللي بتعرف تدافع يعني شوف انا اجيبها لك بالتدريج من المنتخبات للفرقة الانديه كل اللي بيعرف يدافع بشكل كويس بيعرف ياخد نتيجة كويسة ويقدر يكسب كويس ده اللي ينقص النادي المصري في الفترة الحالية انما هم معهم مدرب كويس جدا كابتن علي ماهر من افضل مدربين الموجودين في الكرة المصرية عندهم كل القدرات والامكانيات اللي تخلي النادي المصري وكابتن علي ماهر ينجح انما في الاخر الحصاد مش افضل حاجة طيب في فرقة كمان في الدوري بحس عليها دايما علامة استفام من سبب مصارة الدوري الممتاز زي البنك الاهلي بنك الاهلي من اكتر الانديه اللي بيعمل صفقات وصفقات مهمة وبيجيب اسماء كبيرة على مستوى المدربين وعلى مستوى الاستقرار الاداري مفيش بعد كده على مستوى الاستقرار المالي مفيش بعد كده ودايما نتائج البنك الاهلي منذ صعود والدوري الممتاز مخيبة جدا للامال السر يعني انا شايف في الادارة برضو كموفرة كل حاجة البنك الاهلي يعني البنك الاهلي مفيش اي مشكلة زي ما نتكلم عن النادي المصري نتكلم عن البنك الاهلي البنك الاهلي برضو توفر له اكتر لعيبة بسكواد مميز جدا يمكن من اول حراسة المرمى لغاية المهاجمين لو تيجي تبص لكل الفرقة لأ عندهم سكواد هايل ولكن عايز اقول برضو يعني بابا فاسيليو بداية الموسم يعني كان عليها على ما نستفهم كبيرة هو مدرب هايل بس القصة ان انت برضو كنت مصر على طريقة معينة مش قد اشتغيرها ايوه فهي دي نقطة اللي دايما بيبقى فيها مشاكل كبيرة جدا انت بتبدأ الدوري وانت مش موفق ومصر على طريقة لعبك دي مشكلة كبيرة جدا للمدربين انا سألت في ادارة البنك الاهلي قالولي انه كان عنيد جدا في الاسماء اللي بيطلب انها اعطار حل اسماء اللي بيطلب انها تنضم عنيد جدا ما بيسمعش خالص وبيسمع دايما لرأيه وهم كانوا بيقولوا انهم عايزين يوفروله كل حاجة اللي هو عايزها بس ببقى هما نفسهم ما كانوش مقتنعين يعني لا ما هو انت كادارة البنك الاهلي يوفر كل حاجة خلي بالك يعني ممكن من افضل الادارات الموجودة على مستوى مصر كلها صح ولكن انت النهاردة برضو الادارة الكروية مهمة جدا في الكورة وادارة الكورة دي مهمة جدا بتفتح بابا كبتة اسماء طب قصة ان انت لازم يبقى عندك برضو مرجعية كروية ادارة كروية جوة الادارة نفسها اللي هو انت لو في اي مشكلة تقدر ترجع ان العيب كورة يبقى فاهم يقدر يوصل الفكر بتاعه او خلي بالك يا غايب عن الادارات بالنسبة لانديت مصر كلها ولكن مهمة جدا لجنة كورة معينة باسماء كبيرة تبقى موجودة على اقل خالص لما انا كمدير فني قادر اتناقش معاك هعرف اتكلم معاك في ايه لكن النهاردة ما تزعلش مني كل الادارات اللي موجودة ممكن تكون يعني مش عايزة اقول هي بعيدة شوية ولكن هو يعني بالنسبة للفنيات بتبقى الامور لما تدخل في ديتيلز صغيرة مع المدير الفني بيبان الفرق الكبير اللي انت مش هتقدر تتناقش معه فيه فانت مش هتقدر تستوعب ده فمهم جدا وجود اسماء يعني كورة كبيرة تبقى موجودة لها خبرات تقدر تنقل وجهة نظر الادارة ويبقى فيه تناقش ما بين مدير فني مع ادارة الكورة مع الادارة العامة ده هينجح المنظومة صحيح النهاردة انا كراجل اداري مليش في اي حاجة انا يعني لو رئيس نادي في اي نادي جماير عندي فلوس بس وعايزة دير معه انت بتيجي بس بتيجي بفكر مختلف معه انت المدير الفني بيبقى فاهم نقاط الضعف اللي يدخلك منها اللي يقنعك بيها وانت اصلا مش فاهم الشغلان صحيح فمهم جدا الناس اللي بتيجي من برة هي بتعمل اسم كبير جدا في الكورة المصرية ولكن مهم التريس في استقدام لجنة كورة معاك تبقى انت بتتسند عليها بتاخد قراراتها منك ويبقى فيه نقاش ما بينها وبين المدير الفني مش اللي هو يشتغل بمزاجه في كل حاجة بالزبط اه يعني مش اللي هو انت بخدش النادي اصلا ده ده ليه مستقبل اعمل يفتع موضوع مهم جدا وسفاهم ويكلم فيه وخطير جدا في الكورة المصرية اه لازم الناس تناول دوالها منه بشكل كبير جدا المشكلة يا كريم ان الاندية او ادارات الاندية بتسلم مفتاح النادي للمدير الفني اللي جاي سفاهم بس فهي لم يبقى اجنبش للمدير الفني اللي جاي انا عايز واحد واثنين وثلاثة فبناء على رقبات المدير الفني بجيب له واحدة واثنين وثلاثة. النتائج ما تبقاش افضل حاجة فيمشي المدير الفني ويجي مدير فني تاني. يقول لك اللعيبة دي مش افضل حاجة. انا عايز امشي واحدة وثلاثة انا عايز امشي. اللي هم جابوهم عايز هو المدير الفني اللي جي جديد عايز يمشيه. صح. لان هو ما تنسبهوش او ما تنسبش طريقة لعبه. صح. بيبتدي يجيب فرقة تانية في يناير في الانتخابات. صح. صح. يفضل يكمل من يناير لبداية الموسم الجديد لو يكمل بالنتائج كويسة او مشي مع الفرقة. بيكمل بيها. لحد اما ييجي بداية الموسم يجيب مجموعة تانية من اللاعبين. ويفضل النادي في حالة عدم استقرار. لا وانت كمان. وانت معلاش انا عسف للمعاطعة كابتن قسامة. انت كمان بتتكلم في حالة فنية. يعني ايه مدرب اختار لعيبة. جي مدرب بعض وما كانش مقتنع بيهم او ما تناسبش طريقة له. ده فيه بقى الاسوأ. اللي هو في بعض المدربين. كله من المدربين. ممكن يروح يجيب لعيبة بس عشان مثلا هم مع نفس الوكيل. اه ممكن اللعيبة دي ما تفتش. اه اللعيبة دي ما تفتش الفرقة. بس يعني تفيده هو شخصيا. فتخش في مشكلة تانية كبيرة او. ففاكرة ان النادي يسلم كل حاجة للمدرب دي. ده لازم فيها. خطيرة جدا. لازم نقف عندها. ولازم ادرات الاندية تقف عندها. لازم ده ما عمر قال ولمس في نقطة مهمة جدا. لازم تكون في لجنة كورة من المتخصصين في كورة في انتقاء اللعيبة وفي اختيارات اللعيبة. ان اللعيبة دي تبقى بت بتاعة النادي مش بتاعة المدير الفني. انت جاي على مجموعة اللعيبة اللي موجودة دي. لان كل لما بتعمل استقرار في قط اللبس ومع التيم بتاعت. بتاخد نتائج افضل بكتير جدا. من كل شوية بتغير مجموعة اللعيبة. شخص. وقبل ما اللعيبة تنساجم مع بعض بتاخد وقت كبير جدا في عمري الدوري. شخص. وقبل الانسجام ده ما يتم. واللعيبة تتعاش في قط اللبس مع بعضها بشكل كويس. وبتدي يبقوا فهموا بعض بشكل في لغة الكورة وفي الملعب بشكل كويس. ده بتضيع نقاط كبيرة جدا من الاندية اللي بتصرف واللي بتجيب صفقات كويسة في الدولة. شخص. وبعدين المشكلة في المدرب. هو دلوقتي مش مش في دماغه اي حاجة. هو هاتلي لعيب جاهز يا بش. ايوة. يعني هاتلي لعيب جاهز وخلاص. ما هو برضو من ناحية تانية. لكن سياسة النادي دلوقتي انا بشوف ان في حتى لعيبة بتتظلم. لعيبة صغيرة وناشئين. يعني تعالى نضرب مثال مثلا. فضل. يعني عندك اسامة فيصل. في الزمالك. ده لعيب كويس. محمد اشرف. لعيب كويس. مصطفى اشرف. مصطفى اشرف. مش البلدية. البلدية. مصطفى اشرف. مصطفى اشرف. اه. 이야기بة صغيرة في السن. المفروض اللي استثمار فيها ده يبقى رقم واحد للنادي. اه. مصطفى اشرف. اه. مكتب صحيح لا Іما اشرف. اه. حسام. حسام أشرف. حسام أشرف. احنا قلنا ثلاث أسماء. خلاص معلش أحسام. معلش أحسام. معلش أن هو في كتير لعيبة في مصر يسمع حاجة أشرف. اه. فعايزة. عايزة أقولك إن. اه كتير قوي. يعني أمثلة قدامنا الاستثمار فيها يوديك في حتة جاملة جدا. صح. النهاردة مصطفى محمد لما طلع من نادي الزمالك. مش راح إعارات لطنطا. ايوة. ورجع تاني. اه. لما رجع عمل ازاي. بدأ يخوض الخطوات بتاعته التدرجية. ما يدي كصة تاني بقى كابتر عامل انت عندك مشكلة تانية يجي يقولك ايه. احنا لعيبة عندنا ما بتطلعش دي زغيرة لأوروبا. تمام. ما هم اللي في أوروبا دول هيشوفوهم ازاي وهم بلعبوش مع الفرقة بتاعتهم. ما هو. انت النهاردة بتسلم مفتاح النادي لمدير فني. ممكن زي ما كابتن قسامة قالك كده. ممكن بكرة يسيبك وامشي. ايوة كابتن عامل. فين الاستراتيجية بتاعت النادي. طب هنقشك بس في النقطة دي. انا لوقتي جيت مدرب سين. تمام? انا كريمة وراي حضارة بالفرقة الفرنية. وقلت انا اعتمد على مجموعة من الشباب. مجموعة من الشباب دي محتاجة ايه? محتاجة صبر. يعني ممكن النتاج متبقاش في الاول احسن حاجة. فانا عايز الادارة تزبر معايا. فتيجي الادارة تمشيني قبل حتى مااخد نتاج اللي انا عبتي فيه دوت وعملته. وانا بقى يعني هرمك تجربة. الناشئ ده ما بيطلعش هو ما بيجيبش مسلا العشر لعيبه ناجيين. انا انت كل فترة بيجيلك ناشئ او اتنين. في وسط اللعيب الخبرات اللي عندك. انا يعني بتفاجئ ان اغلبية الاندية كلها. بتمشي كل اللعيبة صغيرة كويسة بالنسبة لها. وخلاص. يا جماعة ده الاستثمار في في العيب ده. انت اللعيب اللي هتجيبه جاهز ده اللي هو بتدفع فيه ملايين. ده خلاص. ده يعني ده بيلف بياخد فلوس. اه. من الاخر. اه. لكن اللعيب الصغير ده هو ده اللي هتصبر عليه عشان يقدر يجيب لك الفلوس. انت عارفة كابتن قسامة اه نادي مثلا زي نادي بيراميدز. المفروض ان هو نادي استثماري. نادي استثماري دي معناها ان هو بيحاول ينتج لعيبه يجيب لعيبة صغيرة او هو يطلع لعيبة صغيرة من عنده ويبدأ يبيع. لحد الوقت. لحد الوقت. لحد ها ويكسب منها. مسلا انا بدي على سبيل المسال ودي فعادة معظم الاندية كمان الاندية الخاصة يعني. مشكلة. والمشكلة دي للأسف محدش بياخد باله منها او محدش بيقول مسلا ايه. اجماعة شاور كده انت اسمك نادي استثماري. يعني مسلا نادي جماهيلي اهلي او زمالك. انا افهم انه وان كان ده غلط زي ما انت قلت انه لازم تطلع شباب. بس انا افهم انك تحت الضغط الجماهيلي. ما بتستحملش. ما انت نادي استثماري انت معندكش اي ضغط من اي نوع. لا اي قصة بيرامدس في حتة تانية يعني. بيرامدس يعني. انا شايف ان هي تجربة لغاية دلوقتي غير ناجحة في الدول المصري. اه ممكن تكون موجودة في الدول المصري. ولكن هي من سنة لسنة بتقل. مش بتزيد. ده المفروض مع الامكانيات اللي موجودة. ومع الرقابة المفروضة الادارية. بالنسبة للكم اللي انت بتجيبه من النجوم. على اقل خلص يبقى فيه بطولة. النهاردة مش موجود بطولة لبيرامدس. لغاية دلوقتي. وكل سنة عن سنة. الامور يعني. النهاردة الخروج منكسر ربطة. وانديية الاهل والزمالك ما بتلعبش فيها. فدي برضو بالنسبة لها مين اللي بيحاسب. يعني هو انا انا مش شايف. مفيش حساب. ده وجهة نظري. يعني بيرامدس مفيش حساب. اغلبية الاندية حتى الشعبية. اللي موجودة اللي بتصرف مبالغ كبيرة. مفيش حساب. غياب الحساب يا كريم. يعني بيفقد. اه من الاداري انه هو ينجح في مكانه او يحاول انه هو يعمل ترجط. مش بتشتغل تحدي ضغط. ما هي دي مشكلة. ما هي دي مشكلة. حتى كمان. يعني احنا كنا زمان كنا بنتلم من الجماهير. صحيح. يعني كان بيبقى في ضغط من الجمهور. كنت بتلاقي الجمهور ب3-4000. اعدلك بعد الخسارة. صحيح. يعني يا اما بقى بيدغطوا عليك يا اما بيشجعوك. بس كان فيه حد بيدفعك. هم. النهاردة مين بيحاسب مين ومين فين. صح. طيب احنا لسا مكملين اه وهنواصل بعد الفاصل. بعد الفاصل احسن لكابتل قسامة عبد الكريم. صفقات نادي الزمالك الجديدة. والحلل اللي فيها استقرار في نادي الزمالك ممكن تخليه مع عودة الدوري يزهر بشكل افضل. هل مزال الزمالك منافسة علاقة بالدوري ولا لأ. خليكم معنا لسا مكملين. احنا بحضراتكم مرة اخرى لسا بشرفني ومنغان الكبات الكبار. كابتن عسامة عبد الكريم. كابتن عمر الدسوء قبل فاصل قلت لكم. احسن لكابتن عسامة عبد الكريم هات صفقات الزمالك الجديدة وحالة الاستقرار الاداري. ومدير فني جديد. ممكن تخلي الزمالك يعود بشكل افضل مع عودة الدوري. هل الزمالك مازال منافس على اللقب الدوري ولا لأ. رأيك ايه. الزمالك دايما منافس على اللقب. حتى مع النتائج اللي كان فيها طيب. الزمالك نادي كبير. جمهور كبير. لعيبة كبيرة. والدوري لسا مدريك كمان. حجم التشيرت نادي الزمالك بشكل كبير جدا. هاي. فده ما بينفعش مهما يكون ومهما الظروب بكون صعبة. ما بينفعش يبعد عن شكل المنافسة وشكل ان هو بينافس زيما على بطولة. الزمالك عنده منافستين مهمين جدا. يوم 8 مارس عنده بطولة الكاس. يقدر يحقق بمجموعة اللعيبة الموجودة الجديدة. والمدير الفان الجديد يقدر يحقق بطولة. يقدر يرجع في مارسون الدوري بشكل كبير جدا. مع الصفقات الكبيرة اللي عملها نادي الزمالك. وده من اول مرة في تاريخ نادي الزمالك تقريبا في يناير في انتقالات الشتوية. ان يعمل العدد الكبير ده من الصفقات. او في اي نادي تقريبا في الدوري المصري. عدد كبير جدا من الصفقات اللي هي تناسب نادي الزمالك بشكل كبير وعلى رأسهم طبعا عبدالله سعيد عبدالله سعيد من اللعيبة اللي نادى بيجي مهور نادي الزمالك من فترة كبيرة من خمس سنوات سابقة نادى بيجي مهور نادي الزمالك انه يجي يرتدي التشيرت نادي الزمالك ويحصد بطولات مع نادي الزمالك وتهيالي وقعت عبدالله سعيد بتشابه وقعت حسام حسن وابراهيم حسن في انتقالهم من نادي الاهل نادي الزمالك قدروا برضو يحققوا طفرة كبيرة في بطولات لنادي الزمالك بشكل كبير جدا فالنهارده وجود عبدالله سعيد مع نجم كبير زي شكبالة مع مجموعة اللعيبة اللي هي أعمارها السنية صغيرة لأ متهيأ لي بشكل كبير للزمالك يقدر يرجع حاجة أفضل من المشهد السابق في بطورة الدولة مع الصفقات الكثيرة نادي الزمالك ومع مدير فني جديد بعض الناس تلوم على فكرة أنه ما كانش فيه تدعمات كبيرة في خط الدفاع تحديدا يعني هو الوحيد الخط الوحيد اللي ما عملش فيه وهو الخط اللي كان بيعاني فيه نادي الزمالك الفترات الماضية يعني على مستوى الصفقات هي مقبولة بالنسبة للجمائل ولكن يعني الزمالك هيبقى بالنسبة له الأمور صعبة يعني صعبة في الدوري السنية دي لأن يعني أعتقد أنه هو فات منه كتير جدا ولكن برضو عايز أقول أن الصفقات ممكن تضيح هل الزمالك المفروض يلعب باقي ما تبكى من الدوري وهو رافع عن نفسه ضغوط المنافسة على الوطرابي هي دي هتبقى تفرق كتير جدا لأن جمهورك هيبقى فاهم ده فمش هيحط عليك ضغط أن أنت يبقى فيه منافسة خلي بالك المنافسة ممكن تيجي أيوة بس هاتي بزبط كان برى المنافسة بزبط شاركوا الدقوط خدت دوري أنت النهاردة لو حطت تحت يعني تحت اللعيبة اللي أنت جايبها دي ضغوطات أن أنت لازم تركب جدول ولازم بكل مباراتك سابق ده الطبيعة بتاع الزمالك بس في الفترات السابقة خلينا وقعين لازم نقول أن لا بقى فيه كذا منافس وكذا فرقة بقت بتأدي المشاكل وإنت بكتش ظروفك أفضل شيء بالزبط فأنت النهاردة لازم مصارحة مع الجمهور على أساس أن أنت ما تصدرش الضغط بالنسبة للعيبة اللي موجودة زي ما كابتن أسامة قال فيه نجوم كبيرة موجودة ولكن برضو محتاج النجوم دي لازم تظهر وتحط رجليها بشكل مميز جدا في تيم نادي الزمالك النهاردة خلاص القصة مش بالإسم القصة بالمكانة والأداء بتاعك في الملعب لو ما نيجي نبص لكل اللعيبة الأعمار الصغيرة لا بتفرق دلوقتي بتفرق حتى في المعدلات الجارية فكل الأمور دي لازم تتحسب آه خبرات خبرات عالية ما عنديش اختلاف ولكن محتاج منهم مجمود أكتر محتاج منهم تركيز أكتر وخصوصا شيكابالا وعبدالله سعيد عبدالله سعيد يعني فكرة الخبرة هتفرق بشكل كبير جدا مع السيطرة على اللعيبة جوة نادي الزمالك لأن خلي بالك أنت جايب نجمين كبار فالنجمين دول لازم يبقى هم سلاح نادي الزمالك في تصدي لأي مشكلة تقابل اللعيبة أو في المارسون اللي هيبقى بالنسبة لنادي الزمالك نادي الزمالك من وجهة نظري عنده تيم كويس مقبول ولكن دفاعيا ممكن ينقصوا شوية حاجات معينة كان لازم برضو رجعنا لجنة الكرة اللي موجودة أكيد كان لازم تدعيم في الخط الدفاع لأن خلي بالك إصابة الوينش دي هتحط الموديل الفني الجديد في مشكلة كبيرة جدا فأتمنى النادي الزمالك يعود لأن قعدته النهاردة مهمة للكرة المصرية النهاردة الزمالك لما يبقى موجود بالشكل والأداء بتاعه مع وجود النادي الآهلي مع طبعا بيرمت في المنافسة وسيراميكا والأندية اللي احنا بنشوفها بتقدي بشكل مميز لأ هيفرق كتير جدا في الدورة صحيح الأهلي من ناحية تانية مازال غائب عن الدورة يعني ست مباراة حتى الآن عنده مباراةين في أفريقيا وراء بعض الشباب برزداد وبعد كده مديامة بس الأهلي هو الأكثر استقرار ما بين كل الأندية تحديدة اللي بتنافس على لقب الدورة وعنده عمكة كبير في قائمة فريقه مع إضافة مهاجم آخر كمان ويسامة أبو علي وعمر كمال عبد الواحد الفرقة تقريبا شبه مكتملة حتى مع الإصابات العديدة في الفرقة بس عنده عدد كبير جدا من الإصابات وعنده عمك كبير في الإصابات يعني بيبعد 11 لعيب تقريبا من الإصابات للنادي الأهلي فده رخم كبير جدا بس يعرضه شباب قائمة الأهلي المطش شباب برزداد وريك القائمة حتى مع كل الإصابات دي هتلاقي أسماء عادي جدا أنت نهارده النادي الزمالك والنادي الأهلي الأندال الكبيرة عما بتيجي تجيب لعيبة كلها من الليفل بتاعها اللي هي تقدر تلعب تحت الضغوط تقدر تلعب تحت أي ظروف تقدر تلعب تحت أي غيابات بتحصل أو أي إصابات بتحصل بص بعد إذنك قائمة النادي الأهلي يعني معلوله كريم الدبيس عبد المنع مياسر وربيعة وفي الوسط فيه السلية وندفد ومروان وإمام وقفشة وطاهر وحسين وكريم وأنتوني مودست وكهربة في الهجوب تشكيلة برده تقيلة برده مفيش مركز ناقص يعني باستثناء طبعا ضبنا يوفق مصطفى شباب برزداد التأثير الأكبر أكيد غياب محمد الشناوي بس بغير كده حتى اللي غيبين مش هتفتكر كم اسم غيب والموجود دوات كويس جدا لأنه هو أما بيجي النادي الأهلي أما بيجي يجيب اللعيبة بتاعته بيختار بلجنة كور بيختار بمعايير بيختار بمقاييس معينة فأي لعيب بيخش يل باستشارة النادي الأهلي بتابع هذه المعايير فالمعايير اللي كلها هتلاقي كلهم بلا استثناء قريبين من بعض الفروق الفردية أما بين اللعيبة مش هتلاقيها فيها فروقات كبيرة جدا بعكس الأندية الأخرى اللي موجودة في الدور المصري فكل ده بيديك دايما أن أنت ما بتشوف أي لعيب غاب من النادي الأهلي هتلاقي في الآخر فيه البديل اللي شكله بالزبط أو على أقل هيبقى أقل منه درجة قريبة فكل الأعوامل دي بتخليش فيه فروق كبيرة في تيم النادي الأهلي فيقدر النادي الأهلي نحقق نتائج إيجابية في المبارات القادمة في بتورة أفريقا لا يقدر طبعا مع شباب بولزاد وعمل دي مصطفى شبير حظه حلوة لحظه وحش أنه كل ما يجي يركب في حرص المرمى نادي الأهلي يروح في المبارات في منتهى الصعوبة دايما بداياته صعبة يعني حظه حلو مش وحش طبعا لأن الفرص في مركز حرص المرمى دي قليلة جدا يا كريم مش أي حد بيعرف يجي له فرصة كابتن شبير نفسه قبل مصطفى شبير اتسمى بلقب أيوب الكرة المصرية من كتر صبره وقعدته على الدكة لكابتن إكرامل وكابتن سابط البطن لحد ما جات له الفرصة وهو في عمر 28 سنة فاتسمى بأيوب الكرة مصرية نهاردة ما بتيجي الفرصة لمصطفى شبير في الوقت ده وفي بطولة كبيرة زي بطولة أفريق يطمطشين مهمين للنادي الأهلي لأنه هاردة ممكن يكون صاحب بصمة كبيرة وليه كلمة كبيرة جدا أنه يكون حارس من ضمنه الراس مرمى منتخب مصر الأول فدي كلها اللي هتتوقف عليها شخصية مصطفى شبير وهو بيدير المبريض وانت عملت مع مصطفى شبير عنده الشخصية دي شخصيته كويسة جدا من أفضل الشخصيات العقلانية عنده ثباتين فعالي عالي جدا بيشتغل كويس بريجليب بيشتغل كويس ساعة ثلاث خشبات هو عنده ضغوط اسم كابتون شبير عليه عمله ضغوط كبيرة جدا وهو بيلعب طبعا بعيدا عن لأننا شفته في المبارات قبل كده مع النادي الأهلي في أفريقيا وفي وسط الساد قاهرة والساد مريان لأن كان يعني بيقدب بسبب انفعالي كبير جدا وبيقدب شغل كبير يقدر أنه هو يحقق لنفسه مكاسب كبيرة في مركز حرص المرمى النادي الأهلي ويكون واحد من العناصر اللي ممكن تكون لها كلمة في الفترة القادمة في المنتخب مصر الأول يقدر بسهولة جدا والفرصة دلوقتي متاحة بالنسبة لها عظيم أنتوني مودست كلام إنه في المبارات الودية قدم مستويات جيدة أنتوني مودست نضم الأهلي في الصيف حتى يازل اللحظة لما يقدم شيء باستثناء هدف كان رائع جدا السوبر السوبر هدف السوبر هل تتوقع هدف غالي غالي طبعا بس هل تتوقع إنه يظهر بشكل أفضل بعد فترة التوقف أتمنى ولكن يعني بيبقى فيه كده يعني حاجات بتظهر من البداية الكريمة أنا ما يخيفيني بس في النادي الأهلي إنه هو بقى له فترة ما بلعبشه مطسوط يعني هو بعيد عن المباريات بقى له فترة بس ما أظهر لعبته كان الدولية ليش ما اختلفناش بس أنا عايز أقول برضو احتكاكات المباريات اللي هي وراء بعض كانت لفل النادي الأهلي وصل للمستوى مميز جدا في مباريات السوبر بعدها يمكن 40 يوم برضو هيحصل فجوة كبيرة جدا فأنا عايز أقول برضو المباريات الخبراء ده ينطبق برضو إنه حتنا على شباب بلوزداد يعني هو برضو ما كانت أكيد طبعا بس وبردو فيه لعيبة كتيرا رياحة يعني اللي كان بيشتك إنه لعيبة عايزة تريح ما اختلفتش بس مهم جدا هيبان بقى دور الجهاز الفني والمخطط الأحمال في الفترة دي يعني خلي بالك بيفرق كتير جدا لما بتبقى بتاخد فرقة وهي في أعلى مستوى ليها سواء لياقة بدنية أو فوز بالبطولات وبعد كده تريح فترة تيجي بقى ده شغل المدير الفني نهارده فرقة ترجع بالشكل المطلوب وأعتقد إن الكولر حصل معاها الأمر ده من فترة والنادي الأهلي رجع بشكل يمكن أفضل من مكان فهيبان هيبان الشكل والأداء التكتيكي بالنسبة للكولر في اللياقة البدنية بالنسبة للعيبة نادي الأهلي طبعا نادي كبير نادي عريق مصطفى شبير من النمازج اللي أنا شايفها من وجهة نظري يعني اتظلمت بأن أبوها كان راجل يعني نجم ومتخب مصر فهو دلوقتي بتحسب على أبوه وأنا شايف من وجهة نظري في الكورة صعب أن أنت يعني تاخد مكانة وإنت يعني لو أبوك نجم إنت لو قدرت أن أنت توصل للمكانة دي لا ده بعرقك مش مش كل الناس الكورة كشافة يعني أيوة برافو علي زي المصرح زي المصرح هتطلع حتى لو حتى بص يعني ما أنا طبيعي والدي كانت رحمة شبير فهو راح نادي الأهلي يواخدني معاه فروح تنادي في نادي الأهلي بس مستحيل يكمل ويلعب ويقدي اللي هو كويس بس إحنا ظلمين جدا في النقطة دي إحنا بنيجي على يعني على يعني أقولك ده أبوه كذا ده ابنه كذا طب ما طبيعي في الآخر في الآخر هيطلع النبتة اللي هي الطبيعية اللي هي سواء أنت تستحق ده أو ما تستحقش على فكرة في أساطير في كرة القدم المصرية أولادهم لعبوا كورة وما كملوش وكانوا قويسين جدا خلي بالك كمان وفي منهم كانوا قويس يعني في لعيبة عشان برضو بأمانة شديدة لأن الموضوع ده شائق جدا في لعيبة كورة زرمت بسبب أن أبوه نجم كان في الكورة المصرية بشكل كبير عليه ضغوطات من الناس كلها يعني محدش بيدي له فرصة أنه هو يشوفه بعين أن أنت لعيبة كورة لأن دايما بيشوفه بعين أنت أبدي مين صحة بناء أن أنت أبدي مين دي أنت بتلعب عشان خاطر ولا بش بتلعب كورة ده رقم واحد ومتخش فيها حاجات شخصية للأسف الشديد وده اللي بيعاني منه أنا مش بتكلم عنه مصطفى شبير أنا بتكلم في الأموم يعني وده بيعاني منه أبناء المدربين أو أبناء اللعبين القدامى أن دايما لو أنت زعلان من أبو في حاجة فبتخلص في ابنه أنت مش قدر تخلص في الأب فبتخلص في الأب فدي طبعا كلها عوامل لا فيه لعيبة حتى لو خرج منها حازم إمامه ومصطفى شبير ومجموعة وشريف إكرامي مجموعة من اللعيبة أبناء اللعيبة السابقين إنما فيه لعيبة كتيرة جدا أبناء لعيبة كانوا كويسين جدا والأسف ما أدروش يكملوا من قطر الضغوط اللي تخطت عليهم من الوسط المحيط بتدايق بصراحة كتاب بتدايق اللي هو فكرة إنه أنا أبقى راجل موهوب وراجل بشتهر وبعدين يقول لك أصبكورة يا عمم طبيعي كل شاب فينا بيحاول يقرب الوالد وبيحاول يشوف لا هو أول انطباع بياخده لا هو إنه هو العيب كويس إنه هو مثلا يشوفه أو يقيمه لا هو أول اول انطباع بياخده إنه إبن كذا وإنت أكيد داخل عشان إبن كذا بس لا هو في الآخر هتكشف هو بخلي بالك يعني القصة في الكرة حتى يعني يعني برضو النقطة دي هتخلي بالك برضو في قطعات النشئين وأولياء الأمور والناس دي يعني بتدوس أنا شايف ابني مثلا مش عنده موهبة بس بيبقى بيموت عشان يدخل ابنه في المكان ده وهو في الآخر هيطلع بس لأ هو بيبقى شايف ابنه عنده المهبة عسنا بجرد ده وهو الفارق كل واحد هو كل واحد بيبقى مقتنع إنه أنا ابني ده محمد صلاح بص لو بصيت لكل لكل قطعات النشئين دلوقتي أنا لقيها كلها يعني يعني لعيبة ممكن تكون مثلا مش على المستوى المطلوب ولكن كل أولياء الأمور مقتنعين إن أولادهم أحسن ناس في الدنيا ماشي أنا أنت مقتنع بدا بس في الآخر فيه مصرح هتطلع عليه فيه يعني ملعب ابنك هيدخل فيه وهيتقيم واللي هيقيمه ده مدرب فاهم وحين بيبقى جمهور أنت هتشوفه وأنا هشوفه كلنا هنشوفه صح إحنا ما نستعجلش إحنا لازم الناس وهي بتطلع نديها الدفع صح النهار ده أنا يعني عشان أنا شايف أن مصطفى يعني من وجهة ناظري جون كويس يعني غير محسوب على أبوه خالص لأ يا جماعة بص على حارس المرمى ده للنادي الأهلي وخلي بالك وهم مش هيوصل للمكانة ديت قال لأ بعرق وتعب لأ وبعدين ما ياخد المباريات كتير وبعد ما ياخد المباريات الكتير نقعد كلنا نقيم ونقول والله يا مصطفى مش موفق ما ينفعش يلعب في النهار عادي جدا ونقول والله يا مصطفى ده أحسن حارس في مصر برضو عادي جدا هنقيمه كورة ما احنا أكيد هتقيمه إزاي الكورة ما فيهاش مجملات مش صعب تيبقى فيها مجملات لا يا فيها مجملات لو دخلتوا مسلا لسنة معينة لا دخلتوا النادي بس مش هادر أخليه لعب في الآخر ده جون النادي الأهلي يعني عن مصطفى شبير مع يعني يعني عن مصطفى شبير وكابتن شبير ده في الآخر جون النادي الأهلي أن أنت توصل النهاردة أن أنت جون النادي الأهلي وابتلعب في بطولة كبيرة زي بطولة أفراقيا أو تلعب في بطولة كبيرة زي بطولة الدور الممتاز في المرحلة السنية ده مصطفى مواليد ألفين ده ده من حاجات اللي هيبقاله مستقبل كبير جدا في اللي جاي وفتكر كلامي ده مصطفى من أفضل الحراس اللي أنا على المستوى الشخص كأوسام عبد الكريم مرنتها في تاريخ التدريب من 18 سنة في تاريخ التدريب من أفضل الحراس اللي مرنتها شهادة حلوة دي من أخلاق من إمكانيات فنية لانضباط وسلوكي وحد يعني من أفضل الناس اللي أنت ما بتشتغل معاه بيتبع التعليمات بطريقة كبيرة جدا وده دايما تربية المنتخبات ليه أنت دايما في المنتخبات ما زي النادي النادي عندك فرص للأخطاء الكثيرة تغلط وتتعدل وتغلط وتتعدل وتكسب النهاردة وتتعادل يعني الدنيا ماشية المنتخبات أنت one way ما فيش ما عندكش حاجة تانية غير أن أنت تكسب وتنفذ التعليمات بشكل كبير جدا وتعمل كل اللي بيتقلك عليه فده اللي بيفرد لعيب المنتخب عن لعيب النادي مصطفى عنده النوعية دي اللي هو بيعرف عنده الزكاء الفني اللي بيخليه أما تديره التعليمات يشتغل عليها بشكل كويس جدا هو هينجح بشكل كبير أتوقع له النجاح إن شاء الله لسا بكملين مع حضراتكم بعد فاصل نفتح بقى كلاما عن منتخب مصر مع الكابتن أسام عبد الكريم والكابتن عمر الدسوقي هديكم معنا طيب لسا بكملين مع الكابتن أسام عبد الكريم والكابتن عمر الدسوق قلت قبل فاصل هنتكلم شوية بقى عن منتخب مصر سؤالي الأول سؤال سهل جدا وبسيط جدا للكابتن عمر الدسوقي ماذا عن علاقتك بالتوام في الوقت الحالي علاقة زبطت ولا لسا بيه زعل لا زبطت خلاص عشان مصر عشان مصر طب قبل منتخب مصر هيتزبطت العلاقة أسام فيش حاجة ما بين الكابتن حسين الكابتن حسين هتقول زعلين لي أسام من بعض ايه يعني الزعل كان جاي من ايه أسام شخصية محترمة جدا أنا عايف لهم طيبين جدا لا هم طيبين جدا بس هم مشكلتهم إنهم يعني ما بيحبوش حد ينتقدهم يعني انتقاد فني طبيعي وإحنا كمحللين شغلانتنا إن احنا بتشوف حاجات فنية فبتتكلم فيها وده طبيعي طيب عشان بس أوضح للناس في قصة قديمة كده كابتن عامر تسوي كان بيحل المباراة المصري كابتن حسين وبرهيم على رأس الجهاز الفني للمصري وكان في زعل بقى يعني من ناحية كابتن حسين وبرهيم من ناحية كابتن عامر تسوي وبيحلل الأداء الفني للمصري فدي القصة القديمة أنا كده مباراة السوبر وكان حاجة يعني أنا بحس إن أنا راجل بورسعيدي وكابتن النادي المصري فكلمت بمصلحة النادي وكان يعني كان فيه من قلبي شوية فهم ما اتدايقوا من الأمر دوت ولكن طبعا يعني كابتن حسين وكابتن إبراهيم ناس يعني كابات كابات متوعي وعلاقتي بيهم علاقة يعني مميزة جدا ده أكتر من الكابتن حسين جالي الفرح بتاعي هو كابتن إبراهيم الله فما فيش أي مشكلة ما بينه وبين كابتن حسين بس طبعا أنت الشغلانة بتاعتك بتحكم أن أنت لازم تحلل حالات نقاط فنية بيتكلم فيها فيه بقى اللي بيتقبل دوت وفيه اللي ما بيتقبلش ده ولكن احنا دعمنا بشكل كبير جدا ويمكن لما كابتن حسين وكابتن إبراهيم بيقدوا بشكل مميز بنقوله وبنطلع بنقول لا ده نهار ده مميزين لما بيبقى فيه أي مشكلة فنية بنحاول أن احنا نترحى ونتكلم عليها وده ده شغلك يعني أنت مش تقدر هلتكلمتوا مع بعض في الفترة دي ولا ما كلمتوش أنا مع بعضها والله حصل نقاش ما بينه وما بينه في الساحل مرة مين كتبسان وما كانش فيه أي حاجة يعني يعني خلي بالك ما فيش حاجة يعني الأمور بسيطة جدا بس احنا بنتكلم في إيه أن أنت ساعات ممكن تتقبل ده في وقت معين وممكن عشان نرفزها أو أن أنت مثلا خارج من بطولة أو كده فأنت مش عايز حد يعني يتكلم يلقط عليك أكتر آه فيحصل بقى الحتة دي متفائل لكابتن حسام وكابتن إبراهيم إن شاء الله بإذن الله الكابتن حسام وكابتن إبراهيم إن شاء الله يعني كلنا وراهم وإحنا كمحللين للكورة وكل الناس وراهم أي حد يمسك منتخب مصر الناس كلها مرا فإن شاء الله بإذن الله يحققوا اللي غيرهم محققوش وأنا عارف إن هم في الحتة ديت هيبقى الأمور يعني حتة الحماس والقوة والتعامل مع اللعيبة والالتزام في المعسكرات وكلام دوت لأ يعني كابتن حسام وكابتن إبراهيم مميزين جدا في النقطة ديت زائد إن أنت النهاردة تاريخ كبير لكابتن حسام يعني مهم جدا خلي بالك الكريم إن أنت لعيب منتخب مصري يبقى واقف قدامه يعني رمز فالنهاردة كابتن حسام طبعا بالقيمة الكبيرة جدا والتاريخ الكبير رمز الكرة المصرية فترة من الفترات وإحنا ممكن شفنا فترة اللي فاتت يعني في المعترك الأفريقي إزاي الناس بتتعامل مع كابتن حسام كشخصية كبيرة جدا ستورة طبعا أتمنى إن شاء الله يعني بإذن الله يبقى ليهم التوفيق في الفترة القادمة وأنا أنتقيدهم برده مية في المية لا وإيه ده هم دلوقتي مسكين منتخب مصري نساندهم الأول وندعمهم جدا إن شاء الله ربنا يكرمنا وإن شاء الله ما يبقاش فيه مجل النقض بإذن الله إن شاء الله بإذن الله كده كده كيمو أنا عايز أشوفها كده بتاع الكابتن حسام آه كابتن حسام وكابتن إبراهيم في التوقيير ومعاديين آه وهم عاديين كده وهم عاديين كده كابتن إبراهيم في الصورة دي الله حلوة مرحوظة دي آه لا مهمة جدا يعني لو أخيرا بقى آه فعلا كابتن حسام إبراهيم يعني إيه يعني 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 سعوا في الموضوع كتير جدا وكان من حققهم من مشروع أنه هم يمسكوا منتخب مصري كتاريخ في اللعبة والبطولات اللي حقققوها مع منتخب مصري كابتن حسام وكابتن إبراهيم حققوا نتائج كبيرة مع المنتخب وحققوا وشتغلوا كتير جدا مع الأندية المصرية وشتغلوا مع منتخب الأردن فيعني الابتسامة الحلوة دي اللي شفناها من كابتن إبراهيم آه ليه بالبووزة دي دي احنا كله على الصورة الحلوة دي يعني يعني كابتن إبراهيم عايز يقول فيها ارجع بس في الصورة كده عايز يقول في الصورة إيه يعني جيتي بقى أخيرا يعني أنت خلاص بقى أنت يعني جيتي آه بص يعني يعني جيتي بقى خلاص أخيرا لا كابتن إبراهيم دايما طول الوقت مركز بس كابتن إبراهيم عايز يقول خلاص يعني إيه أنت جيتنا خلاص يعني وهم يسحقوها وإن شاء الله لا وكابتن حسام دلوقتي مسك الألم وعمال يقرى في العقد تنس أفراكي 25 كس عالم صعود من دول المجموعة ينطر المهارة يعني ومنصفين يعني أنه الكابتن حسام حسام وكابتن إبراهيم حلم ليهم أنهم يمسكوا منتخب مصر وحققوا الحلم ده طب بس المسئولية كبيرة جدا جدا ففي المقابل وانت بتقول لهم مبروك بتقول لهم الله يكون فعنكم لا وحنا بظهرهم طبعا وكل الشعب المصري مساند لكابتن حسام وكابتن إبراهيم والمنتخب مصر إزا ما قال كابتن عمر الدسوقي أن ده منتخب مصر صح مين أي حد هيمسك المنتخب إحنا هنسانده مبالك أما يكون حسام وإبراهيم لأ طبعا حقهم وفي التوقيت ده هو المناسبين لمنتخب مصر وهنساندهم وبرضه عمر زي ما قال كده هننتقد وقت الانتقاد هنحل الوقت التحليل كل حاجة في وقتها إنما في الآخر إحنا بنساند منتخب مصر ومنساند كابتن حسام وكابتن أبراهيم في الفترة القادمة وإن شاء الله نبرك لهم على كثير من الانجزات زي ما عملوها وهم لعيبة يعملوها وهم مدربين مع منتخب بإذن الله كابتن أسامة شرفت ونورت كنت سعيد جدا متوقع الآخر النهاردة ربنا يا خديد الكريم وأنا مبسوط وسعيد النهاردة كنت معك كابتن عمر الدسوقي كابتن عمر نورت الدنيا وكنت وحش حقيقة أنا مبسوط جدا إن أنا معك والله قالي فترة ما شفتكش بس أنا يعني مبسوط إن أنا كنت معك والكابتن أسامة كمان من الشخصيات الجميلة والله اللي بستمتع بيها وبستمتع بتحليلها في الفاصل كابتن عمر الدسوقي وعندنا بوعد جامل جدا كابتن عمر الدسوق عاش تبقوا عارفين يعني في بورسعيد أي مطعم سبك خش بس وقول أنا تبقى عمر الدسوق هبقول لستادة المشاهدين اهو للمائة مليون مصري طبعا أي واحد عايز يلدي اللي أكل سبك بلوقتي بورسعيدة هيخش المطعم يقول لها طبعا كابتن عمر الدسوق بصلا انت قلت لي حاجة مهمة جدا ايه بقى اشهر اتنين في بورسعيد المحافظ وعمر الدسوق طبعا ما فيش عشان ما تنزلش بورسعيد المحافظ مش هاد المحافظة نوارت الدنيا الله يخليك أكل أشوفكم يا رب ده نهاية حلقتنا النهاردة من رقم عشرة ان شاء الله بإذن الله أشوفكم يا رب على أدخل